اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبق منا اكثر من مرة في ثنايا الوحوث والمحاضرات السابقة التأكيد على ان دين اهل الخلاف اي هذا المعتقد البكر الذي يؤمن به اولئك الذين يسمون انفسهم بأهل السنة والجماعة هذا المعتقد تشكل من اصول يهودية ونصرانية ومجوسية خلطت تلك الاصول بنحو ما مع الاصول الاسلامية فكونت هذا الهجين الديني الذي يطلق عليه اليوم بأهل السنة والجماعة او مذهب السنة والجماعة واكدنا من خلال شواهد وبراهين عدة ان الثقافة اليهودية او المعتقدات اليهودية لها السهم الوافر او الحظ الوافر في تشكيل البليان العقدي لما يسمى بمذهب اهل السنة والجماعة فنستطيع ان نقول هكذا بملء الفم ان الدين البكري متفرع بالدرجة الاولى عن الدين اليهودي والكلام هذا بطبيعة الحال لا نقوله جزافا ولا اعتباطا ولا ادعاءا فحسب وانما نقوله من واقع الادلة والبراهين كعادتنا لقد ضربنا امثلة عدة على تشابه المعتقد اليهودية بالمعتقد البكري وفصلنا القول في سلسلة محاضرات كيف زيف الاسلام عن مسألة ارتباط اعمدة الديانة البكرية باليهود منذ قديم الزمان حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرنا كذلك اوجه التشابه والاشتراك بين المعتقدين خصوصا مثلا في النظرة الى التوحيد اي الايمان بالله تبارك وتعالى او النظرة الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام المشكلة التي ما زلنا نواجهها هي هذه ان كثيرا من ابناء اهل الخلاف المخدوعين ما زالوا يرفضون هذه الحقيقة البعض منهم ممن فتح الله قلبه وعقله وشرح صدره للإيمان تقبل هذه الحقيقة اذ وجد البراهين والأدلة تسندها ولكن كثيرون خاصة من الذين يعني هم اليوم خاضعون تحت تأثير الدعاية المضادة الدعاية المضادة لنا في وسائل الإعلام البكرية هؤلاء ما وصلوا الى مستوى تقبل هذه الحقيقة بعد لما نقول لهم بصراحة ان ائمتكم او من تسمونهم صحابة وتعتبرونهم رموزا كانوا في الواقع يؤمنون بعقائد يهودية قد تلقوها من أمثال كعب الأحبار اليهودي لعنة الله عليه لا يصدقون هذا الكلام لا يقبلونه لما تقول له مثلا أيها الناس يا أيها الأخ الكريم إياك أن تغتر مثلا بروايات أبي هريرة التي نسبها زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ليست أحاديث رسول الله وإن زعم أبو هريرة أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أحاديث كعب الأحبار تلقاها أبو هريرة من كعب الأحبار إذ كان تلميذا له ثم ثم مع مرور الزمن نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكلت هذه العقائد الكفرية والشركية والبدعية لديكم لا يقبلوا هذا الكلام يقول يقول أبو هريرة أجل من أن يأخذ بعقائد من كعب الأحبار ربما يروي عنه بعض القصص بعض القصص لما رووه زورا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ففتحوا بذلك الباب أمام تلقي الأساطير والخرافات اليهودية وإقحامها في الثقافة الإسلامية ربما يقبل بهذا القدر ولكن أن تقول له أنه أبو هريرة كان يبني عقيدته على تعاليم كعب الأحبار يقول لا أقبل بمثل هذا الكلام كذلك حين تقول العائشة مثلا أو تقول عمر أو عبد الله ابن عمر أو عبد الله ابن عمر ابن العاص أو أنس ابن مالك أو ابن عباس هؤلاء الذين كانوا طرق لبث الإسرائيليات في ديننا وفي ثقافتنا وفكرنا وخصوصا في باب التفسير لا يقبل هذا الكلام البكري مع الأسف يقول لا هؤلاء كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا فقهاء كانوا أجلاء ولا يعني يتوقع منهم أنهم يأخذون عقيدتهم من غير رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نريد في هذه الليلة أن نثبت من خلال ضرب مثال وذكر نموذج من النماذج أن هذه حقيقة نعم هذه حقيقة صحابتكم هؤلاء كانوا يتلقون كثيرا من عقائدهم التي آمنوا بها من أمثال كعب الأحبار اليهودي أي أنهم كانوا يؤمنون بهذه الخرافات والأساطير اليهودية الشائعة لدى أهل الكتاب حتى وإن كانت تصادم كتاب الله تبارك وتعالى وتصادم العقيدة الإسلامية في الصميم كلامنا سيدور هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول شخصية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لعنة الله عليه هذه شخصية لعلها ما نالت منا حقها إلى الآن فتحتاج إلى شيء من تسليط الضوء عليها لا يخفى عليكم أيها الإخوة عبد الله ابن عمر خسيس كأبي ملعون مذموم كان منحرفا عن القيادة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن انحرافه أنه لم يبايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما تولى الحكم ولم يقر به خليفة وفي الوقت الذي كان يمتنع فيه عن مبايعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يمتنع عن مبايعة مثل الحجاج ابن يوسف الثقف بايعه بل بايع رجله يعني بهالمستوى من الإذلال أو الحقارة على يتحال عبد الله بن عمر سنثبت من خلال ما رواه أهل الخلاف أنه كان يتلقى دينه من أستاذه كعب الأحوار اليهودي لعنه الله وأي دين دين يؤمن فيه عبد الله بن عمر والكلام قد يبدو صعبا أو مفاجئا لكنها حقيقة دين فيه أن ملائكة الله عليهم السلام كانوا يعصون الله لا يعصون فحسب وإنما يرتكبون كبائر الذنوب من بين تلك الذنوب القتل الزنا شرب الخبر الملائكة تصور هذا أنه ملائكة يعصون الله وهذا بطبيعة الحال مصادم لكتاب الله عز وجل وعصيانهم ليس من قبيل الصغائر ترك الأولى مثلا لا وإنما قتل زنا شرب خمر هذا هذا ما كان يؤمن به عبد الله بن عمر بن الخطاب من أين تلقاه تلقاه من كعب الأحبار كيف نسبه إلى رسول الله هذه العقيدة اليهودية كيف نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نسبها عبد الله بن عمر إلى رسول الله هذا هو محور حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى نقرأ في سورة البقرة المباركة في الآية الثالثة بعد المئة قوله عز من قائل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قصة هاروت وماروت عليهم السلام على الإجمال والمختصر الذي نعتقد به نحن أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه قد شاع السحر من قبل الشياطين في ملك سليمان في عهد سليمان النبي صلوات الله عليه فأنزل الله تبارك وتعالى ملكين هما هاروت وماروت عليهم السلام كي يعلمان الناس فك السحر بالسحر نحن نعلم أن القاعدة الشرعية أن السحر حرام لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالسحر ولكن إن توقف فك السحر على السحر فهذا في هذا الظرف في هذا المورد جائز شرعا فحيث أنه السحر قد شاع في زمان سليمان عليه السلام كان لازما أن الله تبارك وتعالى يعطي العلاج ينزل العلاج لما نزل الملكان علمان ناس ولكن كانا يؤكدان إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر يعني نحن نعلمك الآن القواعد السحرية إنجاز التعبير ولكن يحق لك فقط أن تستخدمها بماذا في فك السحر في العلاج في دفع أذية السحر والشياطين مع مرور الزمن الذي حصل هو ماذا أن الشياطين وأتباعهم من الإنس تعلموا من هذه القواعد ما هو يضر واستخدم كمن يأتي الآن يتعلم علم الطب مثلا علم الطب تتعلم أنت أنه أي دواء ينفع لأي مرض وفي نفس الوقت تعرف السايد أفكت تعرف كذلك التأثيرات الجانبية العوارض الجانبية وأنه مثلا لو أعطي هذا الدواء الذي هو مخصص للمريض الكذائي بالمرض الكذائي لو أعطي لمريض آخر في مرض آخر فإنه يقتله يصير بمثابة السم بالنسبة إليه موشكل افرض أن رجلا بعدما تعلم علم الطب والصيدل على هذا النحو كان يعطي ذلك العلاج لمن للذي يضره هذا العلاج وليس يفيده هذا العلاج هذا الذي حصل على نحو الاختصار والإجمال وكانوا بذلك يفرقون به بين المرء وزوجه ويضرون الناس وفي كل الأحوال ما كفر سليمان لأنه اليهود ادعوا أنه هذه القواعد السحرية وما أشبه نسبوها إلى من؟ إلى سليمان عليه السلام أنه هو رب السحر هو الذي جاء بهذا السحر وكذلك هاروت وماروت ما كفر بل كانا يؤكدان على أنه إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني يحذران من يتعلم منهما هذه القواعد حتى لا يكفر هذا هو اعتقادنا ولكن اعتقاد عبد الله بن عمار يختلف اعتقاد عبد الله بن عمار هو هذا وبطبيعة الحال أتباع عبد الله بن عمار أنه الملائكة تعجبوا في السماوات تعجبوا من البشر أنه لماذا يعصي البشر هكذا كثير عصيان يعصي البشر يعصون الله تبارك وتعالي فقالوا لله ما حاصله ومؤداءه أنه إلهنا نحن نعجب من هؤلاء البشر لماذا يعصونك ويتحدونك ولو كنا نحن مكانهم ما عصيناك أبدا فيجيبهم الله على ما زعموا وكذبوا أنه لا لو أنتم أيضا كنتم مكانهم لعصيتموني أنتم الملائك وحتى تعرفون فهم يردون هم على الله وهذا مجرد الرد على الله هم كفر هو بحد ذاته فقالوا أنه لا لا نعصيك لو كنا مكان البشر فقال خب تريدون أنه تكتشفون من كلام صحيح اختاروا اثنين منكم اختاروا ملكين منكم حتى أنا أنزلهما إلى الأرض وأمثلهما بصورة بشر وأجعل فيهم الشهوة وأجعل فيهم حب الدنيا وما أشياء مثل ما جعلت في البشر وخلي نشوف يعصوني ولا ما يعصوني فهم اختاروا الملائكة اختاروا من أنفسهم هذين الملكين الذين كانا معروفين بعبادة الله وتقواه وهما هاروت وماروت عليهما السلام فالله عز وجل أنزلهما إلى الأرض جعلهما بصورة بشرين انسيين وأكد عليهما بعدما أنزلهما إلى الأرض أنه إياكما أن ترتكب عظائم الذنوب وبالذات قتل النفس والزنا وشرب الخمر الملكان على حد زعم روايات أهل البدعة المروية عن عبد الله بن عمر وغيره نزلا إلى الأرض وإذا بإمرأفاتنا جميلة كان اسمها الزهرة أو الزهرة تتمثل لهما فشغفا بها حبا فراوداها عن نفسها طلبا الزنا بها فقالت لا أقبل إلا أن تشرك بالله أولا عندي صنم تعبدان هذا الصنم لازم تكونان على ديني حتى أنا أقبل ما يصير أنا أزني برجل ليس على ديني هذا حرام حلال إذا أزني برجل على ديني قالوا ما يصير الشرك ذنب عظيم كذا قالت هذا هو فأشركا بالله وبالفعل سجدا لذلك الصنم فطلبت منهما شرب الخمر فقبيلا شرب الخمر طلبت منهما قتل صبي فقبيلا بقتل الصبي كل هذا حتى يصل إليها وأخيرا وقع المحظور وزنيا بها أشركا بالله وقتلا وشربا الخمر وشربا الخمر وزنيا نتيجتين فبعدما تم هذا هذه المرأة قالت له ما أريد منكما أن تعلماني الكلمة الخاصة الإسم الأعظم الذي به تطيراني إلى السماء وعندكم أسرار أنتم ملائكة عندكم طرق في الصعود والنزول في الصعود والهبوط فعلماني هذا الإسم فعلماها فقالت الإسم فبالفعل ارتفعت صعدت إلى السماء لكن وقفت في نقطة معينة فالله مسخها جعلها شنو تصدق شنو جعلها جعلها كوكب الزهرة هذا اللي موجود هذا أصل شنو طلع هذه المرأة كوكب الزهرة الذي يسمى بالإنجليزية شنو فينس موشكل فينس هذا ممسوخ زين الملكين ماذا حل بهما ندي ما بعد ذلك فقال الله شفتوا شلوع أنه أنتما عصيتماني وكنتم تنكرون على بني آدم وشوفوا أنتوا شنو سويتوا أنتوا ملائكة فاخترى واحد من اثنين إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة ماذا تريدان فقال عذاب الدنيا منقطع عذاب الآخرة غير منقطع فنختار عذاب الدنيا فالله علقهما من رجليهما في بابل خلاهم هناك معلقين والروايات والأساطير عندهم مختلفة في هذا الشأن أنه كيفية التعليق ما أدري كذا وعلى صورة كلبين ما أدري كذا بس المهم من يقترب منه ما يعلمانه السحر يعلمانه السحر وباقيين باقيان هكذا إلى يوم القيامة أسخلي واحد يروح ذرة ذرة في بابل يشوف وين هذين الملكين ما يطلع المشكلة المشكلة هي هذه شوفوا أيها الأخوة أهل الخلافة أو أهل البدعة ينكرون على أهل السنة الحقيقيين الذين هم الرافض يقولون عندكم أنت أشياء خرافات أساطير غير مقبولة يتقول له شنو يقول مثلا أنتو تعتقدون أن المهدي ما لكم بالسرداب واي السرداب موجود في سامراء ونحن hacks ونرح ونścią ذرة ذرة ما يكي وجود أثر للمهدي في حين أنه نشوف الجهل أولا نحن ما نقول أنه المهدي عليه السلام في السرداب نحن نقول وليد في السرداب أما طلع من السرداب ما موجود في السرداب بس هذا يظل هذا الشكل بعد نسلمه المخلم زرقا ما له فائدة يقول المهدي في السرداب أو المهدي في السرداب يا عم المهدي مو في السرداب كم مرة نقول نعلمهاك التكرار يعلم بس يقولون هو مش شطار فما كفايد يقول هاي خرافات ويظل يشنع على الشيعة ويتكلم ويقول بفضائياتهم الشاشة البكرية الفضية أنه يعني كذا وكذا وشوفوا شلون يعتقدون بالسرداب والمهدي اللي في السرداب ويحاول أن يصور أهل الإسلام بصورة المعتقدين بالخرافات يعني بأشياء غير معقولة غير موجودة في حين هو الذي يعتقد بالخرافات يعني هو يعتقد بملكين أنهما معلقان في بابل يلا وينهم واللطيف عندهم روايات تذكر هذا الشيء وروايات صحيحة السند عن عائشة عدوة الله ضعف الله عذابها أنه جاءتها امرأة وكانت مسحورة ومتأذية وكذا وشايفة كانت رايحة إلى بابل ومتوصلة إلى الملكين توصلت إلى الملكين وشاهدت الملكين وتكلمت مع الملكين وقصة مفصلة مروية عندهم من أراد الآن هذا ليس موضوع بحثنا أين هذان الملكين أين هما أو قضية هذه الدابة العجيبة الغريبة شي سموها هذه الدابة اللي في صحيح مسلم من يذكرني على لساني لا 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 هذا الحديث حديث الشنو على لساني هذا الدابة هذه العجيبة اللي لها يعني صفات عجيبة موجود الحديث في صحيح مسلم هذا حديث الجساسة حديث الجساسة حديث الجساسة أنه دابة عجيبة وذات صفات غريبة وكذا يعني مخلوق عجيب يقولون موجود في إحدى الجزر والنبي صدق ذلك وقال نعم صحيح نعم نعم عن تاميب الداري نعم حديث الجساسة معروف صحيح مسلم موجود وين هذه الدابة الآن بعد كل العالم تقريبا مكتشف أين هذه الدابة العجيبة الغريبة اللي عايشة من ذلك الوقت موجودة أو الدجال مثلا الدجال الذي أيضا يعتقدون بأنه مولود وحي ويرزق ويطوف بالأرض وكذا واللطيف هذا أنه يستهزئ يقول هذا مهديكم صاير لعايش أكثر من ألف سنة ويستهزئ ويسخر في حين الدجال هو يعتقد أنه عايش آلاف السنين مو بعد ألف سنة يقول موجود فالعجيب هذا أنه لولي الله يستبعد أن الله قدرته تشمله فتجعله يعيش وهو المهدي عليه السلام أما لعدو الله اللي هو الدجال لا الله يخليه يعيش فالمشكلة هذه هي أنك تتعامل لما تتعامل مع أهل البداع يعني عقائدهم سخيفة تافهة مضحكة لكن المشكلة هي حالة الصياح أنه هو يحاول أن يباغتك يهاجمك حتى يجعلك دائما في موقع الدفاع في حين أنه يفترض أنه أنت من تبادر في مهاجمة عقيدته التافهة السخيفة وتبين هذه الخرافات والأساطير التي فيها نلقي نظرة على الروايات في هذا الشأن في اعتقاد عبد الله بن عمر يعني نقرأ هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ورقم الحديث ستة آلاف وتسعة يقول حدثنا يحيى بن أبي بكير هذا ارجعوا إلى كتب الجرح والتعديل تجدونه ثقة والثقوه حدثنا زهير بن محمد هذا أيضا ذكروا أنه صدوق حسن الحديث عن موسى بن جبير هذا أيضا صدوق حسن الحديث عن نافع نافع هذا مولى عبد الله بن عمر وهذا ثقة ثبت مشهور عندهم يعني الكل يسلم بوثاقته عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عندهم يسمونه صحابي والصحابي شنو عادل وثقة وصادق لا يمكن أن يكثر عن عبد الله بن عمر يعني قصدي شوفوا أن لما ذكرت هؤلاء حتى أبين أن الحديث صحيح عندهم يعني لا أحتجوا بحديث يقولون عنه أنه ضعيف لا الحديث صحيح على مبانيهم وراويه أحمد بن حنبل ومعروف من هو أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وآله يقول إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم نحن نطيعك أطوع أكثر طاعة لك من بني آدم بني آدم يعصونك نحن لا نعصيك قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعلمان كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت نختار هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة أو الزهرة امرأة من أحسن البشر أكثرهن حسنا وبهاء فجاءتهما فسألاها نفسها يعني طلبات الزنا بها فقالت لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك يعني ما أقبل إلى أن تتقوا لك كلمة الشرك فقالا والله لا نشرك بالله أبدا فذهبت فذهبت عنهما ما تريدان خلص ثم رجعت بصبي تحمله المرة الثانية فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقالا والله لا نقتله أبدا فذهبت ثم رجعت بقدحي خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخامر بعد هنا ضعفوا يقول فشربا فسكرا فوقعوا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا فعلتما حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا هذا حديث صحيح رواه أحمد وأيضا رواه بأسناد صحيحة ابن حبان في صحيحه صحيح ابن حبان رقم الحديث هناك ستة آلاف وثلاثمائة وعشرين والبيهقي في سننه ورقم الحديث هناك ثمانية عشر ألف ومئة وستة عشر وإليكم شهادة أحد كبار أعلام أهل الخلاف في علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل عندهم مما نص على أن هذا الحديث متكثرة طرقه وأنه صحيح معتبر هذا الرجل هو ابن حجر العسقلاني وهو كما تعلمون شارح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري هذا الرجل له كتاب آخر اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لأنه هناك بعض الأحاديث في مسند أحمد تكلم فيها يعني عابوا على أحمد بن حنبل إخراجها ومن بينها هذا الحديث فابن حجر العسقلاني ذب عن أحمد بن حنبل ألف كتاب في الرد على هؤلاء وتأكيد أن هذه الأحاديث ماذا صحيحة ولا غبار عليها ولا يلام أحمد بن حنبل على إخراجه هذه الأحاديث ففي كتابه القول المسدد ابن حجر العسقلاني يقول في تعليقه على هذا الحديث من مسند أحمد يقول له طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع وقع القصة يعني يقطع بوقوع هذه القصة المذكورة ها هنا قصة الملكين وكيف حصل ما حصل لماذا يكاد الواقف عليه أن يقطع وقع القصة يقول لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها والله أعلم فإذن هو صحح هذه القصة وصححها أيضا الهيثمي في كتابه الشهير مجمع الزوائد أيضا ممن صحح طريقا من طرق هذه القصة عن ابن عمر الحاكم في مستدركه المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري ذكر هذه القصة وبيّن فيما رواه مسألة المسخ أنه قد مسخت هذه المرأة إلى هذا الكوكب الموجود الآن وهو كوكب الزهرة في مستدرك الحاكم نقرأ هذا الحديث ورقمه هناك ثمانية آلاف وتسعمائة وتسع وأربعين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر هو يقول رضي الله عنهما أنه كان يقول أطلعت الحمراء بعد يسأل يسأل خادمة أنه هل طلعت الحمراء عليكم السلام ورحمة الله هل طلعت الحمراء بعد الحمراء يعني كوكب الزهرة هو هذا نفسه يقول طلعت لو ما طلعت لأنه تعلمون كوكب الزهرة متى يطلع يطلع إما بعد الغروب بشوية إما بعد أو 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 قبل الشروق بشوية لأنه هو بجهة الشمس فلازم أنت تكون أيضاً الكرة يعني كرة الأرض لازم تكون أنت في الوجه المقابل للشمس حتى تقدر تشوف كوكب الزهرة فعادة ما تقدر تلمحه إلا بعد الغروب أو قبل الشروق وما يمكث كثيراً عادة ما يمكث كثيراً في السماء في الأفق فدائماً يسأل هالشكل يقول أطلعت الحمراء وبعد لو ما طلعت طلعت هذه الزهرة أم ما طلعت فإذا رآها قال لا مرحباً لا مرحباً بك بس يشوف كوكب الزهرة يقول لا مرحباً ثم قال إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سألا الله تعالى أن يهبطا إلى الأرض فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين الناس فإذا أمسيا كانوا في البداية شنو يقضيان بين الناس قضات قاضي فإذا أمسيا حل المساء تكلما بكلمات وعرجا بها إلى السماء تكلمون بكلام اسم أعظم ويعرجان إلى السماء يصعدان إلى السماء فقيد لهما بامرأة من أحسن الناس وألقيت عليهم الشهوة فجعلا يؤخرانها يعني امرأة جاءت قالت أنا عندها مشكلة تعالوا اقضوا مثلاً في مشكلتي فألقيت عليهم الشهوة وهذه امرأة حسناء جميلة فجعلا يؤخرانها يماطلان بالمحاكمة يقدر يقضي الآن في ساعة لا يطولها يسويها ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات شوف هذا الملك العظيم يعني شي سويبها المرأة فجعلا يؤخرانها وألقيت في أنفسهما صار الملكين من الملائكة شنو عاشقين صار كل واحد قيس بن الملوح وألقيت في أنفسهما فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعاداً وعدتهما ميعاد تعال نلتقي بالكوفي شوب مثلاً فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعاداً فأتتهما للميعاد جاءت للميعاد الآن فقالت علماني الكلمة التي تعرجان بها فعلماها الكلمة يعطوها السر كيف تصعدين إلى السماء فتكلمت بها فعرجت بها إلى السماء فموسخت فجعلت كما ترون جعلت هذا الكوكب الموجود فلما أمسيا الملكين حل المساء تكلما بالكلمة التي كانا يعرجان بها إلى السماء فلم يعرجا صار ما عندهم مجار سلب منهما سلبت منهما القدرة أو الصلاحية في العروج إلى السماء فبعث إليهما يعني الله بعث إليهما إن شئتما فعذاب الآخرة وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن تلتقيان على أن تلتقيان على أن تلتقيان الله تعالى إلى أن تقوم الساعة إلى أن تلتقيان الله تعالى فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال أحدهما لصاحبه بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف مو مشكلة لأنه المهم منقطع الدنيا رح تنقطع يوما ما في يوم القيامة بس الآخرة بعد في العذاب مخلدين نصير بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف فهما يعذبان إلى أن تقوم الساعة يعلق الحاكم على هذا الحديث يقول هذا حديث صحيح الإسناد زين إذن عبد الله بن عمر كان يعتقد بهذا المعتقد ليش يعتقد بهذا المعتقد لأنه لما كان ينظر إلى الحمراء ينظر إلى الزهرة خلي فكرك يمي لما ينظر إلى هذا كان يقول لا مرحبا وستأتي روايات أخرى أنه كان يسب الزهرة ويلعن الزهرة شوية خبل هو هم كان فهالشكل كان يفعل هذا ينبع عن ماذا عن اعتقاده طيب هذه الروايات هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عند القوم المشكلة فيها أنها مرفوعة أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يزعم عبد الله بن عمر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الحقيقة خلاف ذلك الحقيقة أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا من رسول الله إنما نسبه إلى رسول الله سمعه من كعب الأحبار اليهودي الحديث في أصله عن كعب الأحبار لاحظوا تفسير الطبري رقم الحديث هناك ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعين يروي بسنده عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع عبد الله يحدث عبد الله يعني هنا عبد الله بن عمر يحدث شوف لاحظ عن كعب الأحبار عبد الله بن عمر يحدث عن من؟ عن كعب الأحبار أنه حدث كعب الأحبار أن الملائكة أنكروا أعمال بني آدم وما يأتون في الأرض من المعاصي فقال الله لهم إنكم لو كنتم مكانكم أتيتم ما يأتون من الذنوب فاختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت اختيارا فقال الله لهما إني أرسل رسلي إلى الناس وليس بيني وبينكما رسول انزلا إلى الأرض ولا تشركا بي شيئا ولا تزنيا فقال كعب والذي نفس كعب بيده يعني يحلف بأله والذي نفس كعب بيده ما استكملا يومهما يعني من أول يوم ما استكملا يومهما الذي نزلا فيه حتى أتيا كل ما حرم الله عليهما أشركا وزنيا الشاهد من هذا الحديث أنه عبد الله بن عمر أخذه عمن كعب الأحبار زين لاحظوا هنا ما يرويه البيهقي في كتابه شعب الإيمان رقم الحديث مئة وتسعة وأربعين عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شوف لاحظ هم ابن عمر الملعون شنه يقول قال رسول الله القضية قال رسول الله أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصون فقالوا يا رب ما أجهل هؤلاء ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك فقال الله تعالى لو كنتم في مسلاخهم لعصيتموني أنت أيضا لو تكونون في موقعهم لعصيتمون قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فاختاروا منكم ملكين قالوا فاختاروا هاروت وماروت ثم أهبطا إلى الدنيا وركبت فيهما شهوات بني آدم ومثلت لهما امرأة فما عصما حتى واقع المعصية حتى واقع المعصي ما عصما عصمتهم انتفت فقال الله عز وجل لهما فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فنظر أحدهم أحدهما إلى صاحبه فقال ما تقول قال أقول إن عذاب الدنيا ينقطع وإن عذاب الآخرة لا ينقطع فاختارا عذاب الدنيا فهما الذان ذكرهم الله عز وجل في كتابه وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت لاحظ إلى ها هنا الرواية عن عبد الله عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في شعب الإيمان للبيهقي ولكن يهمنا في هذا المقام تعليق البيهقي على هذه الرواية شنو التعليق يقول يقول وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ ويقدر نقرأ اللفظة هكذا وَرُوِّيْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ يعني روي إلينا من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً عليه يعني حديث موقوف على ابن عمر يتوقف عند ابن عمر ما مُمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا يجى من ابن عمر زين ابن عمر منين جابه يقول وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عن مجاهد عن ابن عمر موقوفاً عليه وهو أصح فَإِنَّ بْنَ عُمَرَ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ كَعْبٍ أَخَذَهُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مُوْ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله هذا التعليق جداً مهم من البيهاق هذا يثبت المؤامرة التي وقعت على هذا الدين العظيم أنهم كيف كان هؤلاء السفلة أمثال ابن عمر أبو هريرة أنس بن مالك ابن عباس عبد الله ابن عمر ابن العاص عبد الله ابن عمر ابن العاص أمثال هؤلاء كيف كانوا يتلقون الأساطير اليهودية عن كعب الأحبار ثم ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يدلسون لا يقولن قائل المشكلة كانت مشكلة الرواة الرواة وهما نسبوا ما جاء عن ابن عمر نسبوه إلى رسول الله والحال أن ابن عمر تلقاه عن كعب عن كعب الأحبار لا يقولن مغفل هذا ليش لأن الطرق متكثرة عن ابن عمر فيها النص الصريح يقول فيها ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ممكن أن يقع الوهم في طريق طريقين لا ما يبلغ الاستفاضة والتواتر علميا هذا الطرح خطأ غير مقبول أحسنتم علميا خطأ على يتحال هذه العقيدة تلقاها ابن عمر عن كعب الأحبار هذه عقيدة يهودية الإيمان بأن ملائكة الله يعصون هذا مناقض للعقيدة الإسلامية لماذا لأن العقيدة الإسلامية تقول ما قالته في سورة التحريم في الآية السابعة ماذا يقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شنو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تعصي الملائكة الملائكة معصومون هذا ما يقوله الإسلام هذا ما يقوله القرآن الحكيم أما ما يقوله اليهود ما تقوله كتبهم المقدسة خلاف ذلك لا كتبهم المقدسة تذكر ارجعوا إلى سفر التكوين في التوراة هذه المحرفة تجد عندهم قصة عجيبة وغريبة أشبها بقصص أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأمثالهم أنه الملائكة نزلوا من السماء وتمثلوا كل منهم تمثل بشرا سويا وشنو بعدين وزنوا أيضا بنساء وولد من من أولئك النساء قوم اللي هم العماليق على ما تذكروا كذا وهؤلاء الذين يفسدون في الأرض شوف العقيدة اليهودية تنسب القبائح إلى ملائكة الله إلى أنبياء الله ما عندهم عصمة لهؤلاء أصلا تنسب القبائح لله تبارك وتعالى والعياذ بالله سبحان الله العقيدة البكرية التي بذرتها يهودية بذرتها يهودية نفس الشيء تنتهي بك إلى الإيمان بأن القبائح تجوز على الملائكة والأنبياء والمرسلين وعلى الله نفسه والعياذ بالله هذه القصة نفسها مالة هاروت وماروت التي جاء بها كعب الأحبار وبثها إلى ابن عمار وأمثال هذه مذكورة في كتب اليهود راجعوا التلمود تلمود اليهودي تجدون هناك ما تعريبه قصة مدراش يعني ظاهر مدراش اللي هي قصة مدراش شمهازي وعزازيل شمهازي عفوا شمهازي وعزازيل يعني الضار شمهازي وعزازيل هكذا يمكن أن تقرأ القصة مفصلة حاصلها هذا أنه ملكان هبطا إلى الأرض هذا الواحد واحد منهم اللي هو هذا شمهازي والآخر عزازيل هبطا إلى الأرض ليثبتا للخالق تفوق الملائكة على الإنسان في الأخلاق وفي طاعة الله وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي رسمه الله له ولكن شمهازي هذا ما لبث أن وقع في حب امرأة تعدعى الزهرة وطلب وصالها ولكنها تمنعت واشترطت عليه أن يطلعها على اسم الله الأعظم الخفي ففعل ذلك وما إن حازت على الإسم حتى استخدمت استخدمت قوته في الصعود إلى السماء قبل أن تفي بوعدها لشمهازي ولكن الله أوقفها بين أفلاك الأجرام السماوية السيارة وحولها إلى الجرم المعروف بكوكب الزهرة أو كوكب فينوس هذا موجود الآن في التلمود اليهودي كما هو موجود أيضا في تلمود عبد الله بن عمر فحينما نحن نتوجه بصدق وبكلمة منبعها القلب ودافعها الحرص على أن لا تظل هذه الأقوام لما نتوجه إلى أهل الخلاف إلى أبناء أهل الخلاف نتوجه إليهم بكل محبة نريد أن نبين لهم حقيقة الأمر استيقظوا من رقدتكم تنبهوا من غفلتكم هذا الذي تؤمنون به وتعتقدون أنه هو الإسلام هذا هو اليهودية هؤلاء الذين تعتقدون بهم كعبد الله بن عمر الذي هو عندكم من الأئمة الأعلام والصحابة الكرام والأتقياء والزخاد والعباد هؤلاء كانوا يتلقون عقائدهم من كعب الأحبار اليهود من اليهود أخذوا دينهم أنتم تتبعون أناسا يعلمونكم أساطير وخرافات اليهود لا تقل هم أجل شأن من هذا لا هذا هو الواقع لا تقل نحن الآن نرفض هذه العقيدة نعم أنا معكم صحيح المشهور الآن عندهم رفض هذه العقيدة رفض هذه الروايات ما يؤمنون بها يعني الآن إذا تسأل البكري شيخ من مشايخهم مثلا أو قاص من قصاصيهم أنه هل تؤمن بأنه هاروت وماروت نزلا إلى الأرض وفعل ما فعل وزنيا وكذا وإلى آخره يقول لك لا حاشة ماذا تفعل مع هذه الروايات الواردة يقول هاي إسرائيليات ما نأخذ بها مو صحيح يقول مع أنها هي صحيحة بس فرارا من الحرج يقول مو صحيحة يقول صار وهم من قبل الرواة هي منسوبة إلى كعب ونسبوها خطأا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله زين المشهور عندهم تضعيف هذه القصة وإن صححها كما قلنا كبار أعلامهم كابن حجر والهيثمي والحاكم والبيهقي وابن حبان وأحمد بن حنب المسألة واضحة يعني بس المهم إحنا كلامنا الآن مو في هذه النقطة نحن نحمد الله عز وجل على أنه أنتم الآن لا تؤمنوا بها كذا عقيدة كفرية أكثركم أو غالبكم لا يؤمن بهذه القصة ولكن حتى إن زعمت لدفع الإيمان بهذه القصة أن هذه القصة مأخوذة من كعب الأحبار فالتهمة والجريمة ثابتة على من؟ على ابن عمر إحنا مشكلتنا ابن عمر نريده أن يسقط يسقط عن اعتباركم حتى لا تتلقوا منه ما تلقيتموه من سائر الأحاديث الأخرى يعني حتى لو قلت يا أخي صار خطأ عند الرواة هم أضافوا عن ابن عمر قال رسول الله والمفروض يكتبون قال كعب الأصح أنه عن كعب أخذه طيب السؤال هنا يفرض نفسه هكذا أنه هذا الخبل ابن عمر خلل ليش يروح إلى كعب الأحبار يتلقى منه عقيدته لماذا يذهب إلى كعب الأحبار اليهودي يأخذ منه العقائد ولماذا لم يقتصر على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله شنو هو كعب الأحبار هو النبي هذا اليهودي الذي أسلم متأخرا في عهد عمر بن الخطاب هذا يعلمنا دين لا يستطيع المخالف أن يفر من حقيقة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت تلميذا وضيعا عند كعب الأحبار اليهودي يتلقى منه الأحاديث لا يستطيع يتلقى منه العقيدة ياريت مجرد يذكر حديثا هكذا يعني يقول أنا مثلا يعني كتندر في المجالس كعب الأحبار هالشكل تحدث هالشكل قال لا كان يتلقى منه الحديث ويبني على الحديث عقيدة راسخة في أعماق قلبه الدليل على ذلك ماذا أنه كان يأخذ هذه الأحاديث من كعب الأحبار على محمل الجد ما هو الدليل؟ أنه لما كانت تطلع الزهرة يطلع كوكب الزهرة كان يلعن الكوكب ويسب الكوكب والناس يقولوا شبيك أنت شصاير؟ يقول إيه هذه اللي فتنت هاروت وماروت فتنت الملكين فمعنى ذلك أنه يعتقد بالموضوع مو أنه مجرد قول من كعب الأحبار حكاه فقط هكذا فهو يعني خالي المسئولية لا اقرأوا في تفسير الثعلبي في الجزء الأول الصفحة 247 يقول قال مجاهد هذا المفسر العظيم عنده يقول كنت مع ابن عمر ذات ليلة ليلة من الليالي طال مع ابن عمر فقال لي أرمق بالكوكبة أرمق ببصرك بالكوكبة يعني الزهرة فإذا طلعت فأيقظني لأنها تطلع قبيل الشروق إذا طلعت قاعدني من النوم فلما طلعت أيقظته فجعل ينظر إليها ويسبها سبا شديدا هذا الكوكب المظلوم هذا هذا شنو ذنبه أنه تجد سبه خلق من خلق الله فجعل ينظر إليها ويسبها سبا شديدا فقلت رحمك الله سببت نجما سامعا مطيعا ما له ليسب طبعا هم على تفكيرهم القاصر ذاك الزمان كان يعتبرون أن الزهرة نجم الآن هو كوكب الفرق بين النجم والكوكب ما كان يشخصوا لأنه هذا متوهج وهذا متوهج قليل كان يشخصوا أمثال هؤلاء خصوصا غير الفلكين أو غير المتظلعين بعلم الهيئة قلت رحمك الله سببت نجما سامعا مطيعا ما له ليسب ما الذي ارتكب لكي تسبه فقال إن هذه كانت بغيا هذه كانت زانية كوكب الزهرة فلقي ملكان منها ما لقيا ملكان من ملائكة الله لقيا ما لقيا من هذه البغي هذا يدل على ماذا على أنه ابن عمر كان يعتقد بالموضوع وإلا شنو كوترا يروح يعني هكذا اعتباطا يروح يسب الزهرة بس تطلع لا معنى ذلك أنه يحمل هذه العقيدة التي تلقاها عن كعب الأحبار و يبني عليها يبني عليها ويعني تتشخص أو تظهر على أفعاله على حياتي في تفسير الطبري رقم الحديث 1546 يروي عن نافع اللي هو خادم ومولى ابن عمر قال سافرت مع ابن عمر يعني شوف هذا مرة مجاهد كان ومرة الآن نافع كان سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر طلعت الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثا كل مرة يقول طلعت الحمراء لو ما طلعت ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع سامع لله مطيع لله قال ما قلت لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله شوف أو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على يا بني آدم في الخطايا والذنوب قال إني ابتليتهم وعافيتهم قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك قال فاختاروا ملكين منكم قال فلم يألوا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت إلى آخر الخبار هنا أيضا ابن عمر يترجم اعتقاده بهذه العقيدة الفاسدة اليهودية الكفرية و يذم هذا الكوكب والمصيبة أنه لما يعني ينكر عليه ذلك ماذا يقول يقول ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ينسب الأمر إلى رسول الله أيضا في تفسير الطبري رقم الحديث الف وستمائة وستة وثمانين عن السدي في حديث قال فيه بعدما نقل القصة قال وجعلها الله كوكبا جعل الله هاي المرأة الحسناء البغي جعلها ماذا كوكبا الله مسخها فكان عبد الله بن عمر كل ما رآها لعنها طلع من اللعانين من جماعتنا يعني فكان عبد الله بن عمر كل ما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاروت وماروت هذه التي فتنت هاروت وماروت هذا كله ينبع عن ماذا عن اعتقاد الرجل بهذا المعتقد وهذا كاف في إدانته وفي إثبات حقيقة أنه كان يتلقى العقائد من اليهود إحنا هذا الذي نريده من أهل الخلافة أنه شوي يتحررون نريد حالة تحرر فكري لا تتقيد أيها المخالف بما روي وجاء عن عبد الله بن عمر ما يدريك أنه عبد الله بن عمر لم يأخذ هذا الذي أنت تعتقد به عن اليهود عن النصارى عن المجوس عن الثقافات الوثنية الشائعة في ذلك الزمان يعني شوفوا المشكلة هي هذه أنه يقيد الإنسان نفسه ويحجر عقله على أمثال هؤلاء هذه هي المشكلة إحنا نقول يا قوم تحرروا وأنه جاء سند صحيح عن عبد الله بن عمر خلص هذا كلامك قرآن نازل تحرر إذا فتحتم باب المناقشة فيما روي عن عبد الله بن عمر فيما روي عن أبي هريرة ما روي عن أنس ابني مالك ما روي عن عائشة فتحتم باب النقاش ما اعتبرتم ذلك قرآنا نازلا تصلون إلى شاطئ النجاة إلى بر الأمان لأنه المشكلة ما الذي يمنع الجماهير البكرية من أن تأخذ بالإسلام الحق أي إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه يجد هاي المرويات تصادم تناقض ما جاء عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نحن نقول لهم مثلا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا أبو بكر أولا ليش ابن عمر يقول ابن عمر عنده حديث مشهور معروف أنه منه كان الأفضل بعد رسول الله يقول أبو بكر بعدين منه يقول بعدين عمر بعدين منه يقول بعدين عثمان يقول بعدين منه يقول بعد ذلك ما كنا نفاضل بين أحدين كلهم سواء كلهم سواء علي وغيره كلنا يعني كلنا سواء يعني علي مثل أبو الدرداء حالة من الحال ماكو تفاضل بعض أعلام أهل الخلاف كانوا ينكرون هذا الحديث بعضهم ممن يعني كانوا يشنعون على ابن عمر شوية كان عندهم نوع من التحرر يقولون انظر إلى هذا الأنوك هذا الأحمق ما كان يحسن طلاق امرأته عنده قضية خاصة في الطلاق ويأتي حتى يعلمنا منه كان أفضل بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه هو نفسه يتناقض هو يقول لأشخاص آخرين لا أبو بكر ولا عمر ويقول ما كان أحد أفضل من أصحاب رسول الله إلا هذا مثلا فالمشكلة هذه أنه يشوف نفسه خلص يعني هذه الرواية في البخاري ومسلم سند صحيحان عبد الله بن عمر أنه التفضيل يكون بهذه الطريقة فما يأخذ بالتشيور يصير هذا حجر عثرة ليش؟ لأنه معنى أن يأخذ بالتشيور أنه يكذب بن عمر أو على الأقل يغلطه ما عند تلك الشجاعة الأدبية أنه يغلط هذا الرجل فضلا عن تكذيبي هذا البرهان الذي ذكرناه اليوم يساعد العقلية على التحرر من أمثال هؤلاء لا يجمد على هذه الشخصيات وما روي عنها لا يقول ما دام ثبت عندي الآن أنه عبد الله بن عمر كان يأخذ بخرافات اليهود ويعتقد بها حقيقة شيء مهزل يعني بمعنى الكلمة الآن بالله عليك لو علماء العلماء يعني علماء الغرب أو ما أشبه يجينا قلنا لهم ترى هذا الكوكب ترى كان ممسوخ هاي كانت مرة و الله مسخه سواه هذا الكوكب العملاق العظيم اللي هو تقريبا حجمه تدرون حجمه يقارب كوكب الأرض شوية أقل شوية أصغر من حجم كوكب الأرض و كوكب له صفاته موجود منذ بلايين السنين موجود منذ ذلك العمر خلق من خلق الله عز وجل و موجود من الكواكب السيارة و موجودة من ذلك يقول طاعة شوف بالله عليك شوف نشوف نحن نعتقد بهذولا دين مسلمين هذا الدين خرافة هذا كانت امرأة و بغي و لا و ملائكها منزلة و أرادوا الزنا بها و صار ما صار و هيها مصعدت و الله وقفها و سواها شنو زهرة يعني سواها كذا طبعا هذا للعلم هو أصلى أصلى شوفوا كلها أساطير هو من أين جاءت هذه الخرافة و هذا المعتقد أساسا كيف دخل في المعتقد اليهودي أساسا من المعتقد الوثني الروماني القديم الأصل أنه هؤلاء كانوا يعتقدون شنو إلهة الحب فينوس شنو إلهة الحب الزهرة إلهة الحب إلهة الجمال وأصاطير موجودة كانوا الوثنيين هكذا كانوا يعتقدون سابقا فدخلت هذه العقاد اليهود حرفوا دينهم عن موسى عليه السلام فأدخلوا ذلك في التلمود إجت النوبة إلى كعب الأحبار اليهودي من خلالها مدخلها في منه؟ في عقلية ابن عمار و ما أدري ابن عباس و أمثال هؤلاء و من خلالهم بثت في ديننا نحن بحاجة إلى عملية تنقية للتراث الإسلامي من هذه الخرافات و الترهات التي تضحك علينا الأمم تضحك علينا الأمم هالسخافات و هل ترهات على يتحال نختم بنقطتين النقطة الأولى أنه ماذا كان جواب أعلام أهل الخلاف في شأن هذه الأحاديث عن ابن عمر في شأن هذا المعتقد الآن العقيدة في الملائكة هكذا و هذا يصادم كتاب الله الملائكة لا يعصون الله عز وجل قلنا أنه أكثرهم ردوا هذه الأحاديث وحملوا المسؤولية فيها كعب الأحبار لكن غفلوا عن أنهم بإثباتهم المسؤولية على كعب الأحبار يسقطون عبد الله بن عمر يعني يجعلونه مجرد صبي عند كعب الأحبار و كان يتلقى منه العقاد قسم آخر من كبار أعلامهم لا قبلوا هذه الأحاديث قالوا ما يسعنا إنكارها الأحاديث صحيحة و فيها التصريح أنها عن رسول الله صلى الله عليه و آله فقدموا بعض التبريرات و الاعتذارات من بينها مثلا ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر لما ذكر هذه القصة و ذكر الإشكال عليها و أنه كيف الملائكة يعصون الله قال هكذا و يجاب يعني يجاب هذا الإشكال أن عصمة الملائكة ما داموا بوصف الملائكة أما إذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا يعني نعم صحيح نسلم أن الملائكة معصومة و لكن إذا تحولوا إلى بشر بعد مو معصومة هذا الجواب لا نحتاج إلى رده يعني واضح البطلان زين جواب آخر نقله ابن كثير عن بعض السلف السلف الصالح رضو عن الله عليه و أرضه يقول ابن كثير في تفسيره يقول و ذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء و أنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان و قد ورد في ذلك حديث مرفوع يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى و على هذا يقول فيكون الجمع بين هذا أي بين هذه القصة التي تقدح في عصمة الملكين هاروت و ماروت عليهما السلام و بينما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس يقول إشلون إحنا نتفصى من هذا الإشكال نخرج من هذا الإشكال أن الله عز وجل لما خلق الملائكة سبق في علمه أنه هذان الملكان سيعصيان فحرمهما من العصمة خلص مثل ما إبليس حرمه من العصمة و في هذا إشارة ينطوي هذا الكلام على اعتقاد أن إبليس كان من الملائكة و هذا اعتقاد طبعا خاطئ أيضا في العقيدة الإسلامية إبليس كان من الجن القرآن هكذا يقول هذا أيضا اعتذار أيضا تافه و سخيف أنا شوف آتي بالاعتذارات حتى لما نفتح باب المناقشة فيما بعد و يبتصل بعض البكرين لا يقول أنه أنت مثلا ما جئت بجواب أئمتنا و علمائنا لا أنا دا أجاو وأنا منصف أقول أنه الأكثرية على الرد مطلقا ولكن إشكالي في الرد يثبت مطلوبي أنه أنا الآن حتى وإن رددتم حتى وإن قلتم هذا حديث عن كعب الأحبار فإنه يثبت ذلك مطلوبي في هذه الورقة البحثية و أن ابن عمركم هذا كان يتلقى عن كعب الأحبار خلص يتلقى العقيدة مو مجرد يتلقى أحاديث و يعني يحدث بها لا كان يعتقد بعقيدة معينة فهل يستاهل مثل هذا الإنسان أن نقتدي به أن نأخذ بما يعلمنا إياه أن نأخذ برواياته بأحاديثه أم يكون ساقطاً عن الاعتبار هذا هو مطلوبنا فقط الجواب الأخير هو جواب الآلوسي في تفسيره احتمل احتمل أن تكون هذه القصة من باب الرموز يعني مو قصة حقيقية يعني الحديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يقصد أشياء رمزية شلون؟ يقول ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات ارجع إلى تفسير الآلوسي يذكر هذا الاحتمال يقول ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات فيراد من الملكين العقل النظري والعقل العملي عرفان يعني طلاع اللذان هما من عالم القدس ومن المرأة المسمات بالزهرة النفس الناطق هذا هو المراد يعني يعني رموز كنايات ومن تعرضهما لها تعليمهما لها ما يسعدها ومن حملها إياهما على المعاصي تعريضها إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات المدنسة لجوهريهما ومن صعودهما إلى السماء بما تعلمت منهما عروجها إلى الملأ الأعلى ومخالطتها مع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهما ومن بقائهما معذبين بقاؤهما مشغولين بتدبير الجسد وحرمانهما عن العروج إلى سماء الحضرة لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها أنا أقول هذا الكلام يطير به العقل نفسه يطير به العقل نفسه يعني إذا إحنا فتحنا باب التأويل الفج بهذه الطريقة لا يبقى شيء خلص نسلم أيضا بالمذاهب الباطلة الباطنية يقولون مثلا أنه الله أمر بالصلاة أمر بالزكاة أمر بكذا هذه كلها رموز كنايات لأشياء أخرى هذه بعض المذاهب الصوفية هكذا تقول فإذا كل هذه الردود وهذه الأجوبة لا محل لها من الاحترام والاعتداد بها في مقام الاحتجاج هذه النقطة الأولى الختامية النقطة الثانية الختامية نريد أن نعرف ماذا قال إمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم في هذه القصة وكيف ردوها أولا أنبه إلى مسألة سبق التنبيه عليها أكثر من مرة أو إليها أكثر من مرة في أيضا أوراقنا البحثية السابقة ومحاضراتنا أنه لا يأتين أحد ويقول مثل ما روي هذا عندنا فإنه روي عندكم مثيله وأنه بالفعل القصة هذه قد وقعت وهاروت وماروت هكذا فعل وأرادا الزنا وإلى آخره نقول هذه مغالطة لا يكون أحد يرتكب هذا الأمر من الآن أقول حتى واحد بكري لا يجي يقول مثلا لا مثل ما عندنا موجود عندكم يأدري موجود بس موجود في أين ما مقامه عندنا لا نقول لا بصحته ولا اعتباره بل هو مردود بما نصححه وبما نحكم باعتباره عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام الفرق هو هذا دقيقوا جيدا الفرق أنه روي عندكم وهو صحيح أنتم تقولون بصحته بصحة السند غاية ما هناك تقولون عن كعب الأحبار صار مع أنه حتى هذا هم خطأ كما نص عليه أعلامكم وأئمتكم كابن حجر وغيره أنه لا عن رسول الله ويدفعه التصريح من ابن عمر يدفعه التصريح نحن لا نقول بصحته من طرقنا لا نقول ذلك وبالعكس نقول أنه الموجود عندنا إما منحول متسوس وإما قيل على سبيل الحكاية ما يرويه الناس أحيانا إمتنا عليهم السلام كانوا يحكونه ولو من باب التندر أو من باب الذكر هكذا ذكر ما يقوله الناس حتى يردونه فبعض الرواة كانوا يهمون ويثبتونه كأنه من مقول الأئمة عليهم السلام مباشرة وإما أن يكون على سبيل التقي وعندنا روايات أيضا تذكر أن عطاء وغيره كانوا يسألون الأئمة عليهم السلام محرجين لهم حتى يعني يرون أنه هل يقولون بنفس ما يقوله أهل الخلاف أم لا حتى إذا تبين يقولون خلافه يشنعون عليه ما يعني عند الحكام وما أشبه فيتسبب ذلك في ضرر فكانوا يقولون ما يقولون على سبيل التقية المهم هذا بحث آخر أساس الإشكال هذا أني ألزمك بما صح عندك هذا أساس الإشكال فلا تلزمني بما لم يصح عندي هذه كتب تراث فيها الغث والسمي الذي صح عندي هو هذا رواية رواها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما أنهما قالا قلنا للحسن بن علي عليهم السلام يعني الإمام الزكي العسكري صلوات الله عليه وروحنا في ده أرواحنا في ده قلنا للحسن بن علي عليهم السلام إن قوما عندنا الإمام أولا حدثهما بقصة هاروت وماروت القصة الحقيقية الإسلامية فهذا رد على الإمام قالا فإن قوما عندنا يزعمون قوما عندنا من المخالفين يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارتهم الملائكة لما كثر عصيان بني آدم وأنزلهم الله مع ثالث لهما إلى الدنيا وأنهما افتتنا بالزهرة وأرادا الزنا بها وشربا الخمر وقتلا النفس المحرمة وأن الله عز وجل يعذبهما ببابل وأن السحرة منهما يتعلمون السحر وأن الله تعالى مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة شنو تقول يا ابن رسول الله فقال الإمام عليه السلام معاذ الله من ذلك إن الملائكة معصومون محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف الله تعالى قال الله تعالى فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال الله تعالى في الملائكة أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ثم قال عليه السلام لو كان كما يقولون كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاءه على الأرض وكانوا كالأنبياء في الدنيا وكالأئمة أفيكون من الأنبياء والأئمة عليهم السلام قتل النفس والزنا هذا جواب الإمام العسكري عليه السلام الذي جهل أهل الخلاف إلى اليوم قدره حتى ذهب كلابهم وفجروا مرقده الشريف أنا والله إلى الآن أتعجب إلى الآن إلى الآن أنه ما الذي يدفع الإنسان المسلم إلى أن يترك الإمام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كالإمام الحسن بن علي الزكي العسكري عليهم السلام ويترك أقواله وأحاديثه وهذه الدرر وهذه اللآل التي تحفظه عقيدة المسلم على التوحيد والإيمان الصحيح بالأنبياء والملائكة والكتب والرسل وإلى آخري واليوم الآخر ويروح يتبع لي ابن عمر عن كعب الأحمر هذا شنوها الخلل في عقول الناس أئمة أهل البيت موجودون أحاديثهم موجودة تراثهم موجود لم لا يلتفتوا إليه ليش هذا التعتيم على أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي تحل المعضلات تحل المشكلات يعني هذه الآن عندنا مشكلة نحن في التفسير الآن في هذه القضية تفسير يقول ملائكة الله يزنون هكذا يصنعهم أليس الأفضل أن نرجع إلى أئمة أهل البيت عليه وسلم حتى نعرف وجه الحق في هذه المسائل أيها البكري لماذا تجعل مشايخ السوء يضحكون على لحيتك أو على ذقنك وتؤمن بمثل هذه الخرافات والأساطير أو أقلا تؤمن بأشخاص ما يستحقون الاحترام لا يستحقون أن يؤخذ عنهم الدين لأنهم كانوا يأخذون دينهم عن أعدائنا عن اليهود وعن أمثال اليهود حقيقة لو أن جماعة من المحققين إن إنبروا لتأليف لتأليف مؤلف في إثبات الجذور اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية للديانة البكرية لما قصر هذا المؤلف عن عشر مجلدات على أقل تقدير أن أتكلم حقيقة أين من يطلع بمثل هذه المهم حقيقة أمر مهم أنه تعال تتبع كل جزئية في المعتقد البكري وشوف تتبعها شوف مثل ما أنا سويت الآن شون طلعت الأحاديث قسم من الأحاديث ورجعته وبيّنت التلمود ماذا يقول تتبين الحقيقة للناس خلص أنه يا جماعة احنا مخدوعين 1400 سنة توقع احنا على الإسلام طلعنا على اليهودية احنا بس بثوب الإسلام هذه من أعظم الخدمات التي يمكن تقديمها للأمة الإسلامية إيقاظ الأمة الإسلامية وتنبيهها حتى تنزه عقيدتها عن هذه الشركيات والكفريات التي جاءت عن الكفرة وعن أهل الكتاب ومن أشبه الحديث الآخر مروي عن أيضا يرويه شيخنا الصدوق عن علي بن محمد بن الدهم قال سمعت المأمون يسأل الرضا عليه السلام المأمون طاغي العباسي لعنه الله يسأل الإمام الرضا عليه السلام عما يرويه الناس من أمر الزهرة وأنها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت مثل ما يقول عبد الله بن عمر لما تطلع الزهرة يقول هذه التي فتنت هاروت وماروت وما يروونه من أمر سهيل هذه قصة أخرى بعدها ما جئنا إليها أنه سهيل هذا النجم المعروف أنه هذا عشارا كان في اليمن عشار يعني جمركي إنجاز التعبير لأن الجمركيين عشارون والجمارك حرام في الإسلام للعلم هذا عشار يأخذ العشر من البضائع من التجار فهذا العشار هم الله مسخه وخلاه نجم سهيل أسأل الحمد لله الزهرة قريبة من عندنا نقدر نوصل لها سهيل هذا وين واحد يوصل له وين مكان سهيل من النجوم على اتحال فالمأمون يسأل إمام الرضا أنه هل هذا صحيح الزهرة موسيخت كانت إمرأة بغي وسهيل كان عشارا في اليمن فقال الرضا عليه السلام كذبوا في قولهم إنهما كوكبان كوكبان كان موجودان منذ خلق الله عز وجل وما كان الله تعالى ليمسخ أعداءه أنوارا مضيئة ذو لي أعداء الله يعني إمرأة بغي الله يخليها نور في السماء يمسخها شوني سوية نورا في السماء أسا يمسخها عن كبوت يسوية يمسخها ما أدري صرصار يسوية يمسخها شيء خل ممكن متقبلة أما يمسخ العدو نجما يطلع علينا في كل مساء شخريب هذا ما كان الله ما كان الله ليمسخ أعداءه أنوارا مضيئة ثم يبقيهما ما بقيت السماوات والأرض إلى آخر الخبر والحديث الشريف أتصور أن المبحث صار متضحا الآن للجميع كان عندي الوقت طال كان عندي تعليق على بعض الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بعض الأحداث المؤسفة تخصنا نحن شيعة وأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن لا أظن أنه هناك وقت أو مجال للتعليق على هذه الأمور فنفتح باب الأسئلة إن شاء الله ومن ثم إذا صار مجال قد نعلق إن شاء الله اللهم صلي على محمد وعلى البيت الطيبين والطاحرين وعجل فرجعهم ولا نعداء طبعا نتغبل اتصالات من الستوديو ومن الإخوان اللي تداخلون عبر الهاتف بالبداية عندنا مكالمة نأخذها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضلي من معي سمحت معك إمم محمد حياتي الله محمد تفضلي تفضلي إختي محمد أنت على هوا مباشا أنا فعلت حكيت معك بسكر الخب نعم قبل البرنامج تفضلي إختي كم لي سؤالك عملت لك أن أنا مريضة وفي ناس بيقولولي يعني أنا بسكر أني أذرهم أني أرفع التربة وحطها على رأسي أرفع شنو ترفعين شنو أرفع التربة التربة نعم أمسك بإيدي وأسجد علي لأن أنا ما قيني أسجد على الأرض نعم إن شاء الله وبعد هذا السؤال شخصي أنا كمان فعندي أسئلة تفضلي أنا شايفيتها أنا شايفيتها في عيني فعنسك هيكا بيسأل نعم تفضلي في ناس بس يصلوا ما بيخنطوا قال بيقولوا القنوط مو واجب نعم وتسبيحة الزهرة كمان مو واجبة نعم ويعني شوفهم بالتفت ويمين ويسار يعني مثلا واحد يعني مثلا مسأل هو عم يصلي بهزة براسه هل يجو سادا إن شاء الله وفي كمان عندي في ناس بقولوا كمان بيصير بالركعة الثانية والثالثة يقرؤوا الفاتحة إن شاء الله وفي عندي آخر شي من مراجع في كمان بيقولوا إنه ما بيصير إحنا نتبع مرجع متوفي نعم بيصير يعني إحنا نتبع مرجع متوفي إن شاء الله أختي مش راح متجاوبتش بعد سؤال أخير نعم تفضلي جاءت الشيخ جاءت الحبيب مرة نتبع بيقول إنه في لشيعة أصناف همي أربعة نعم بس بدي يسأله من هنا الصنف الأول نعم عوالم الشيعة إن شاء الله هيو عوالم الشيعة من الصنف الأول والثاني والثاني والرابعة إن شاء الله راح نجاوبتش مشكور أختي حياتي الله شكرا حياكم الله اللهم صلى الله اللهم صلى الله سمحت شيخ لأن الأخت عندها كثير من سؤال ممكن نأخذ جاوهما الحين بعدين نفتح ماكو مانعي براختكم تفضل سؤال الأول مريضة وترفع التربة للسجود إذا كانت عاجزة بالفعل عن السجود بالنحو المتعارف فيجوز لها أن تسجد على التربة برفعها عن مستوى الأرض باليد أو بغير اليد كأن تثبت شيئا مثلا على الأرض وتسجد عليه ماكو مانع من ذلك شرعا فقط في حالة الاضطرار طبعا يعني في حالة المرض أو ما أشبه الذي يمنع السجود وبالنسبة للقنوت سمعت شيخ القنوت على الأحوط وجوبا يؤتى في الصلاة على الأحوط الفتوى هكذا أنه لا يترك القنوت على الأحوط وجوبا في الركعة الثانية ومعنى ذلك أنه لا بد من الإتيان به نعم إذا كان وقت الصلاة ضيقا بمعنى أن الإنسان قد استيقظ مثلا لأداء صلاة الصبح متأخرا ولا يتمكن من أن يؤدي الصلاة كلها داخل الوقت فيما لو أتى بالقنوت مثلا فيجوز له هاهنا أن لا يأتي بالقنوت وتسبيحة الزارة تسبيحة الزارة عليه الصلاة والسلام ليست واجبة وإنما هي من متممات الصلاة ومما يجعلها مقبولة عند الله تبارك وتعالى فالإتيان بها مستحب مؤكد نعم والالتفات بالصلاة الالتفات في الصلاة إذا كان على نحو يخرج المصلي عن هيئة الصلاة فهو مبطل للصلاة فيما لو كان الالتفات مثلا كثيرا بحيث تنهدم معه الصورة الصلاتية أما إذا كان مجرد التفات فقط ولم يكن فيه إعراض عن القبلة فلا شيء فيه وإن كان مكروهان وسمعت الشيخ الركعة الثانية والثالثة هل يجوز قراءة الفاتحة والصورة نعم يجوز تجزي بلا سورة يجزي فقط قراءة سورة الفاتحة المباركة في الركعتين الثالثة والرابعة إخفاتا فقط هل يجوز تغليد المرجع المتوفي إذا طبعا المسألة هي هذه أنه يحرم تقليد المجتهد المتوفى ابتداء أما تقليده استمرارا أو بقاء كمن لو كان قلده في حياته ثم بعد ذلك بقى على تقليده فلا إشكال شريطة أن يفتي بالجواز مجتهد حي يعني مجتهد حي تقلده بهذه المسألة وهي البقاء على تقليد هذا الميت هنا هذا يجوز عوالم الشيعة سمحت الشيخ والعالم الأول بالأخص عوالم الشيعة العالم الأول هو العالم الذي أفراده يعتقدون بالجهر بالحق والجهر بالبراءة وأن الأجواء أصبحت سانحة لأن نقول الحق كل الحق بلا تورية وبلا تقية وبلا أي نوع من أنواع المراوغة إنجاز التعبير لأن الأجواء هكذا تطلبت أو الأجواء هكذا سنحت نعم فهؤلاء عادتهم هذه يعني يطبقون قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئ هذا نعم ما أكمل الجواب تفضل فهذا بالنسبة إلى العالم الأول العالم الثاني هم أولئك الذين يعتقدون بما يعتقده أهل العالم الأول أي أنه عقائدهم سليمة من الولاية والبراءة وما إلى هناك ليسوا بمنحرفين عقائديا أو عقديا ولا يقدمون الدنيا على الدين ولكن عندهم مشكلة واحدة وهي أنهم لا يعتقدون بصحة إظهار العقائد في زماننا يقولون لابد أن نخفي بعضها ونستبقيها هكذا وخصوصا عقيدة البراءة لا نجهر بها ما نجهر يعني ما نقول أيها الناس مثلا ترى عبدالله بن عمر منافق وكان تلميذا لليهود لأنه عبدالله بن عمر رمز عند أهل الخلاف فإحنا ما يصير نسيء إليه أو مثلا عائشة وما أشبه هؤلاء لا يختلفون معنا كثيرا نحن أهل العالم الأول إلا في هذه الجزئية وهي في طور الحل وهي الحمد لله في طور الحل وأستطيع أن أقول هكذا أنه خلال سنوات قلائل إن شاء الله تعالى معظم من في العالم الثاني سينتقلون إلى العالم الأول إن شاء الله تعالى ببركة أهل البيت عليه الصلاة والسلام العالم الثالث هؤلاء يعرفون الحق ولكن عادة من أهل الدنيا فيظهرون خلافه على الملأ إرضاء للطوائف الأخرى أو الحكومات أو الأحزاب أو أصحاب النفوذ أو من أشبه عبدة لدينار أو درهم شيء من هالقبيل أصحاب مصالح يعني يعلم مثلا أنه ما نقوله نحن حق لكنه في العلن يقول هو باطل ويهاجم أهل العالم الأول ويحاول تسقيطهم حفظا لماذا لمصالحه وعلاقاته ومن أجل يعني استجلاب الدنيا هؤلاء أهل العالم الثالث العالم الرابع أخس العوالم أخس العوالم لأن أهل العالم الرابع هم الذين يعتقدون بالباطل باسم التشيوع كالبترية الذين يخلطون بين الولاية والبراء فكما يوالون أهل البيت عليهم السلام يوالون كذلك أعداءهم وبالخصوص عائشة عدوة الله وكأهل الفلسفة والعرفان ومن أشبه الذين خلطوا أيضا بين العقائد الإسلامية الصحيحة المتلقات عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما جاء عن المتصوف والعرفاء أمثال ابن عربي وملا صدرا ومن أشبه مما يناقض القرآن الحكيم وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه هي العوالم الأربعة الرئيسية والتفصيل إذا أرادته الأخت في هذه العوالم فلترجع إلى سلسلة تعليقاتنا اليومية على الضجة المفتعلة من أنصار وأتباع عائشة يمكن الحلقة الثالثة أو الرابعة ما أتذكر في الحلقات الأولى تجد التفصيل إن شاء الله أحسنت سمحت شيخ ناخذ التصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من معي؟ عليكم السلام ورحمة الله ألو؟ نعم تفضل من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحمد الإدريس من الجزائر حياك الله أخوي محمد أهلا وسهلا تحية للشيخ حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم والعلاداء كان في بلدنا الجزائر شيخ النوراني النظرة وكان يستشرف المستقبل كأنه على الجزء العلوي هذا الشيخ يدعى الشيخ الطاهر بالموفق من مدينة قصنطينة توفي رحمه الله في سنة 1935 على ما أتقي وفي ذلك السنون أدخل ابن باديث بدعة الدين الوهابي إلى بلدنا الحبيب فمر الشيخ الطاهر هذا بجانب مسجد كان به ابن باديث يدرس رواية ابن عمر عن هاروت وماروت فصاح الشيخ الطاهر عند باب هذا المسجد كاشم السلمين هنا ومثل هذه الروايات عن السنة الطالح جعلت الدين الإسلامي شقيق اليهودية في أغلب ظني أن مقولة الشيخ الطاهر حين مرة على مسجد ابن باديث أنه أراد أن يقول كاشيهود هناك صحي ثم اطلحت على جريدة الشعوق اليومي صادر اليوم 6.1.2012 بمقال لليلة مصر تحدثت فيه عن مرسم العزاء عند الجزائريين إلا أن لغة المقال لغة هكومية استعلائية والجانب المهم في هذا المقال ما نقلته على أن الجزائريين في ولاء من العزاء والأربعين يصرون على بقائها وإن اخترروا لها الأموال ثم نقلت لنا فتوى عن المدعو محمد سليم وقال عنه أنه مستشار بوزارة الشقون الدينية قد تغطيها مرسم الأربعين بالأعود لأحد سنائنا وهذه هي غير مستحفة وليت جمع صعا لأن الحزن في الدين لا يمكن أن يتعدى ثلاثة أيام ما قول الشيخ في هذه الفتوى الإبناء العمرية أحسنت أخوي محمد ياسين وعندي قصيدتين قصيدة في الصرف الأربعين وقصيرة حول الموضوع الذي كان يتكلم فيه الشيخ اختار واحدة أخوي محمد تفضل اختار واحدة فليقول هذا كلاهم لينهم إذا تبع بسم الله زيارة الأربعين زيارة الأربعين لكربل دين للدين وإشراق لإسلام العطرة وفتح مبين زيارة الأربعين لكربل زين للدين وإشراق لإسلام العطرة وفتح مبين شعيرة الله أفضل من صيد سمين لا يعرف القرآن من عد الصيد كالحسين شعائر الله في حترة أحمد الأمين أفضل من جهاد يوقع فيه الوتين يا أمة محمد صفر شهر حزين فيه قتل نبينا باللد من القارين فيه قتل المشتبى فقياسين بسم جعدة أمر لمعاوية اللعين فيه قتل زيد بسخم في الجبين يا بني أمية كم لكم من غضرة سكين فيه قتل الرضا بسم المامون يا بني العباس كم لكم عند النبي من شين فيه ظار جابر الخير من رقد في الدين يا لطارات الحسين في الأمس وفي الحين حرم رسول الله عدنا في ضعين الأشرار وغدت يدرب سبين وعلي أنت السجار وزينب وأم البنين ألغبت الحرة بإرهاب ألف جدين أنت السجار وزينب وأم البنين ألغبت الحرة بإرهاب ألف جدين وعاد الإسلام كيوم بدأ مهين فرضاه زين العباد كما يرب العجين لو لدم القدسي الزكي للحسين لغد الإسلام في فجل التاريخ دفين أو كان كدول الظلم مسختها السنين يا بكرية ظلمك يا بكرية ظلمك صار ينفف نار كتنين نار البكرية أحرقت البعزيزي المسكين من غير البكرية أحرق هذا الولد بالبنزين من غير البكرية أحرق هذا الولد بالبنزين صحيح 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 تشطر ضرعيها رقب واحد تشطر ضرعيها أرجبت بالطاهوت وقتل نبينا وأخرصت الأمة بالسقوط وتلوا بعداوة الوصي وشيعته وتلتوا بقتل سيدة نساء الملكوت وتهوكوا بعد الإسلام والرحموت وجرعونا بدين بكري ومنع الآن ورقوط يا بكرية الخليفة بالنصر كطانوتي ما لكم تحرفون الكلمة أصحاب التابوتي قروناً والعباد ضمأ من فتوتي قروناً والعباد ضمأ من فتوتي علوم آل الرسول استبدلت بعيش فاروتي قروناً والعباد ضمأ من فتوتي علوم آل الرسول استبدلت بعيش فاروتي وغدت ثلاثنا ناقصة بلا قنوط وغدا خمسنا معطل والدين مضعوتي وغدا ذكر آل النبي حرم منعوط أهله لا حظ له إلا عيشة الموت وغدا آل آيات العهر في حانوتي الخضم وآل النبي مشتتين شتوتي عجبت لدمشقية يقض قطوتي ويتهم البتون سمعناه بالصوت ويزعم أنه عنده علم مغلوط عن الشيطان وما أنزعنا خاروتي عجبت لدمشقية يقض قطوتي ويتهم البتون سمعناه بالصوت ويزعم أنه عنده علم مغلوط عن الشيطان وما أنزل على هاروتي يا ابن الشقية والبكرية واللهوتي هل لست أنت بالعرعور في الثقب المنكوتي إذا كان الإسلام له ناطق كالقرادوتي والصوبي شيئات القذاف المسلوتي والكوسو القرافي بالعرض المسلوتي ويغمل شيعة علي وأهل البيوت فلعن البكرية كل وقت موقوتي واشرب على دينها بالبنزين والمزوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله بك ومن ناحية الزقب المسلوتي صج مسلوتي سمعت شيخ جابت السؤال في فتوى تحرين زيارة الأربعين أو تحرين الأربعين يعني أنا أتصور أنه أمثال هؤلاء لا ينبغي أنه يعطوا حجما في الرد وفي الاستدلال وما أشبه لأنه بالفعل هؤلاء يستفيدون من أمثال هذه الردود في توسيع نطاق جماهيريتهم يعني جمهورهم أو شعبيتهم في أوساطهم هم يعني هو فقط يريد أن يصور نفسه نعم نحن تصدينا للرافضة وكذا فشوشتوا أن يردون علينا وصار بطل الآن كل واحد الآن صار بطل يعني علينا أن نتعلم من تجاربنا إحنا لو يعاد بنا الزمن مثلا منذ ضجة عائشة إلى الآن ربما كنا نتأنى في الرد على بعض أمثال هؤلاء لأنه كان هناك أشخاص مغمورين الآن فجأة صاروا مشهورين وعلى كل لسان من بينهم هذا هو الكوس نفسه ما أحد كان يعرف عنه يمكن حتى يمكن مرتها ما كانت تعرف منه بعدين الآن صار مشهور عند كل الناس يعني هؤلاء يحاولون الاستفادة من ردودنا عليهم فيكفي واحد يقول له هكذا يعني كلمة واحدة يعني لأنه لو كل كلب ألقمته حجرا لك صار حجر بمثقال ديناري يعني جدا صعب يكفي كلمة واحدة واحد يقول له يقول له ليس الحسين كسائر الناس صلوات الله عليه ليس الحسين كسائر الناس نعم لا عزاء بعد ثلاث هذا لسائر الناس لا عزاء بعد ثلاث مع أنه هو فقهيا ما فاهم العبارة هو هم جاهل ما فاهم هذه ليست عبارة تفيد الحرمة أنه خلص يحرم عليك بعد ثلاث أن تقيم العزاء ولو مثلا بالسنة بعد السنة القادمة تريد أن تقيم سنوية فاتحة لوالدك مثلا الذي توفي أو لعزيزك الذي توفي يجتمع مجموعة من الناس يقرؤون القرآن لروح هذا المتوفى وبعد ذلك تطعمه بشيء يسيرا من الطعام هذا أي فقيه مسلم يقول بحرمة ذلك لأنه لا عزاء بعد ثلاث لا هذه عبارة تنزيهية على أتحال إذا لم يفهمون حتى لغة الفقه فيكفي هكذا أنه يقال الحسين ليس كسائر الناس ونحن نتبع أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وأئمتنا أمرونا بتجديد العزاء على الحسين في كل عام مشكلتك أنت يا من تنطق وتنكر ذلك لست تابعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام تتبع غيرهم فالنقاش ينبغي أن ينتقل إلى نقطة أخرى إلى حيز آخر وهو أنه لماذا لا تتبع أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا هو صلب النقاش أما تريد أنت أن تناقشني الآن أنه لماذا تقيمون أنتم الشعائر على الحسين عليه السلام وأنا أتعبد بما جاء عن أئمة عليهم السلام الذين أنت قد أنكرتهم ورفضتهم وجحت ولايتهم وخذلتهم وخذلتهم وخنتهم أو مثلا أبو حنيفة ومالك وأمثال هؤلاء النقاش ينبغي أن ينتقل إلى تلك النقطة ذاك هو صلب الموضوع أما أنه نتناقش معهم في جزئيات وثم هم يستفيدوا من ذلك دعائيا وإعلاميا وإكتساب شهرة هذا ينبغي شوية أن نكون أكثر حكمة سمعت الشيخ بمناسبة ذكر الشعائر في هذه الأيام عندي شوية مرسلات مع مؤمنين من أصفهان أي قبل فترة في ذكرى استشهاد سيدة رقية سلام الله عليها صلوات الله عليها عندهم عادة يرمون الأشواك الصحراوية في الأرض ويدوسون عليها كما داست عليها بنيات الحسين في ليلة الحادي عشر من محرم هذه السنة هاجمتهم حكومة خامنة صحيح وسجنوهم بالبداية أعطوهم تلفونات يتصلون على أهلهم حتى يحضروا لهم ملابس دون أن يشاهدوهم لكي لا يروا عليهم آثار التعذيب وبعد فترة اختفت الأخبار اليوم راسلوني قالوا أنهم مسجونين مع السياسيين ومع اللي عندهم قضايا سياسية فيسألونكم الدعاء وموازرتهم فرج الله عنهم إن شاء الله وحرسهم ودفع عنهم جور الجائرين هذا النظام المجرم المتلبس بالتشيع حقيقة أذاق المؤمنين الويلات وهذا سيعجل إن شاء الله بسقوطه قريبا إن شاء الله إن شاء الله قريبا على هذه الحالة أنا الموضوع ليس غائبا عن ذيني يعني أنا علمت به قبل أيام أيضا أبلغت ومستمر إن شاء الله بالدعاء لهم وعلى المؤمنين يعني كل بحسب طاقته واستطاعته أنه يسعى للدفاع عن هؤلاء المظلومين سواء عن طريق الضغط السياسي مثلا إذا كان بعض ممن تبقى عنده شيء من الضمير مثلا ويتبوأ بعض المناصب الحكومية أو المناصب ذات التأثير على سياسات بعض الدول عليه أن يسعى للتدخل يعني أن تضغط هذه الدول أو هذه الجهات على حكومة الطاغية خامنئي للإفراج عن هؤلاء وكذلك الضغط الحقوقي أيضا جيد الضغط يعني عن طريق منظمات حقوق الإنسان وما أشبه بل مثل هذه الأمور حقيقة تستأهل حتى إجراء يعني أو إقامة اعتصامات أو مظاهرات ولو مصغر أمام السفارات الإيرانية هؤلاء جماعة ممن يحيون ذكرى شهادات أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل ذنبهم أنهم أرادوا مواساة رقية بنت الحسين عليهم الصلاة والسلام إذ لما كانت تهرب من الظالمين على رمضاء كربلاء كانت قد سارت في الصحراء ودخلت الأشواك في رجلها حتى أدميتها أدميت قدماها فهؤلاء جماعة يريدون استشعار هذا الألم الذي شعرت به رقية عليها الصلاة والسلام هذه الطفل الصغير ففرشوا أشواكا وبدأوا يمشون عليها يدمون أنفسهم بهذه الطريقة لماذا حكومة الطاغية خامنة تأتي وتعتقل هؤلاء وتعذبهم يعني ما الذنب الذي اقترفوه حتى شرعا يعني شرعا أي ذنب نقترفوه أنه إنسان يريد أن يواسي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة على اتحال يعني الضغط عن طريق المنظمات الكتابة والصحف في وسائل الإعلام نشر القضية هذه لعلها تسهم يعني في تفريج كربة هؤلاء إن شاء الله تعالى ورأس ذلك الدعاء والتوسل بإمامنا وتاج رؤوسنا وقائدنا المفدى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف هو إن شاء الله يتكفل بهؤلاء ويدافع عنهم إن شاء الله حسن ناخد تصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام من معي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقدر أحتيك بالبرامة نعم أخوي محمد تفضل محمد من الكاظمية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلي محمد وعلي الفاجر وفاجرنا بهم بحق محمد وعلي محمد اللهم اللهم إلعان أبابة وعمر وعائشة وحصة وعثمان لعن عادل وثمول بحق محمد وعلي محمد السلام على الشيخ المجاهد يا صحيح الحبيب السلامة رحمة الله و بركاته تفضّل خواهي محمد السلام علي Taka''بد والله و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته اعزيكم وارزي سيدي ومولايしゃد العصше والüssوووووو쩌ر podensional حجر الإؤسسنع العلية السلام سكرة أربعانية الإمام التوريين المحمدية العلية السلام صلوات الله عليه أجمل анные اللكي محمد بس حديت أسمي صوتكم حديت أسمي صوت الشيخ ياطي الحليب الله يبارك بكم جزاكم الله خيره أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خيره أحسنتم جزيتم خيره أشكركم كثيرا الله يتقبل منكم إن شاء الله وسمحت الشيخ بن عشر محرم أنا مشيت لك نواف لك مشيت لك 100 خطوة للمام الكاظم عليه السلام صلاة الله عليكم وإن شاء الله باطعاني وبنخاوش رح متوجه الكاملة نزور زيارة الأربعين وإن شاء الله رح أمشي لك 100 خطوة لزيارة الأربعين وأفلي لك عصان بإمام الحسين عليه السلام وبالعباد عليه السلام وأمشي الأخ عبد الله وأمشي الهيئة خدام المهدي وإن شاء الله صديكم ومعنصاكم بالدعاء إن شاء الله جزياء الله خلابكم ومبارك الله بكم أحسنتم 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 أخواني شكرا منك أخواني محمد ممنونين ممنونين أعني في خدمتكم وفي خدمة كل من من ينصر محمد أحسنتم أخواني محمد اللهم صل على محمد أحسنتم أخواني محمد وعجل فرجه وطمعت الشيخ قبل فترة ما في بين التحاتك الصحية تعبانه ومعيظه أكيد النواطب خلوا عينهم عليك لا 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 بس كأنه زكامي زكام بسيط والحمد لله ما فيه زكامي الحمد لله أنا أمشي عند ضفاحتك طلت بالسنة وطلت بالنواطب وطلت كل من من يحتي عليك أنا أمشي عند ضفاحتك بس أنت خير الشيء أقل أبخار أحسنتم أتبارك الله فيك أحسنتم أعبرك الله فيك أشكور نسألكم الدماء سمعت الشيخة إذا خلت أهدي سلم عليك أهلا وسهلا به السلام عليكم عليكم السلام ورحمة والإكرام الحمد لله له الشكر رب يديم كفوق عن عزيز محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم يديمكم ويحفظكم ويقضي حواجكم جزاكم الله خيرا ممنون لكم جزاكم الله خير ادعوا ان شاء الله هناك تحت القبة الشريفة لنصرة شيعة المحمد عليهم والسلام وان يدخلنا الله عز وجل ان شاء الله مكة والمدينة فاتحين ان شاء الله تعالى ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فاطمة عندي حصالة عندي حصالة أحب فيها صداقات مالات الفقارة يسرد السلكم إياها ما شاء الله الله يحفظها يبارك بي أحسنتي حبيبتي ان شاء الله تبعثينها وسلميننا على أهلك حياة الله بارك الله بكم حياكم الله الله طولت يدفعونها ان شاء الله للفقراء إذا أرادوا أرسالها للمكتب المكتب يرسلوا للفقراء إن شاء الله بس ما يعني يجوز صرف شيء مخصص للفقراء في غير ذلك إذا كانت صدقة عامة يجوز صرفها مثلا لقناة فإذا كانت أي وجه من أوجه الخير أما إذا كان فقط هذه الحصالة مخصصة فقط للفقراء يعني الصدقة مخصصة بهذه النية أنها فقط للفقراء فلابد من صرفها للفقراء فإما هم يصرفونها مباشرة أو إذا أحبوا أنه إحنا ما نتلقى عادة إذا كان مخصص للفقراء أو الأيتام عادة نرسله للعراق أو ما أشبه سبب قد أتصال لنا نأخذ ظهر تأخر إحنا في عندنا شوية بس فيه اتصال بس نأخذه إحنا عندنا الفترة الأخيرة شوية شكاوي من الإخوان يقولون ما تأخذون القدر الكافي من الاتصالات يعني غيرنا شوية للنظام أن نجاوب على السؤال مباشرة لذلك نأخذ عشر اتصالات فقط أول كنا نأخذ أكثر نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل أخوي اسمعني من الهاتف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم الشياء منذ مدينة الماضية ومنذلك الحين الموصل لي مع الجماعة منو معاي لو سمحت اسمك لو سمحت أسمك لو سمحت لا أسمك أول شيء لو سمحت نعم من وين تتكلم أسمك لو سمحت عبد الجليم من فرنسا عبد الجليم من فرنسا حياك الله نعم نعم تفضل ممكن حضرتك تعيد السؤال عفوا ما فهمت السؤال جيدة تشيعت منذ رمضان الماضي نعم ولحد الآن لم أصلي مع الجماعة ولو يوم الجماعة لأن كما قلت لي صلاتي لا تزوز وراء المخالفين صحيح أخي عدو المساجد أو الصلاة التي يكون في المصليين يعني الشيعيين كانت موجودين في باريس وأنا بعيد على باريس بستين كيلومتر صحيح ومنذ رمضان لم أصلي مع الجماعة ولو يوم الجماعة هل يمكن أن هل هو واجب عليه أن أصلي مع الجماعة يعني أذهب بستين كيلومتر وعقب بستين كيلومتر أو أصلي كما أنا في الحال أصلي في البيت نعم أحسنت عندك سؤال ثاني أخو عبد الجليل السؤال الثاني هو معلم متعلق بالصلاة في المغرب في المغرب لمنزل والمنزل أمام المسجد نعم كيف أعمل أصلي في البيت أمام المسجد إن شاء الله إن شاء الله رح نجاوبك أخوي عبد الجليل أياكم الله أما بالنسبة المسألة الأولى فلا يلزمه أن يقطع كل هذه المسافة لكي يصلي جماعة لكنه إن استطاع فذلك خير وأفضل شريطة أن يحرز أن من يصلي وراءهم أو من يصلي وراءه من أئمة الجماعة أو الجمعة يكون عادلا حتى وإن كان شيعيا فإنه لا بد من إحراز عدالته فنحن لا نصلي خلف كل إنسان حتى وإن كان متلبسا بالتشيع لابد من إحراز أنه رجل عادل والرجل العادل هو ذاك الذي يكون عاملا بالواجبات ومجتنبا عن المحرمات وقبل ذلك يكون مستقيم العقيدة فإذا استطاع أن يذهب إلى يعني يجتاز هذه المسافة لكي يحصل على الأجر والثواب فذلك حسن وخير أما إذا لم يكن وكان يشق عليه فلا إلزام وله أن يصلي في بيته وخير له أنه يجمع في بيته ولو مع بعض من أقاربه من أصدقائه إذا كانوا يكونوا جماعة يصلون في البيت أما بالنسبة إلى المسألة الثانية فكذلك أيضا لا يلزمه أن يصلي في ذلك المسجد وإن كان قريبا من بيته في المغرب ويجوز له أن يصلي فيه صلاة فرادة يعني صلاة فردية لا يأتم بالقوم حيث أنهم من أهل البدعة ويصلون صلاة بدعية أما أنه يذهب لهم مجرد هكذا ويصلي صلاة فردية في وقت من الأوقات فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى أحسنت السلام عليكم عليكم السلام عليكم ممكن شارك بالله وعليكم السلام من معاي لو سمحتي أنا أم خالد من وين بس لو سمحتي خفضي التلفاز خليك معي على الهاتف من فرنسا بس خفضي التلفاز خليك معي على الهاتف إن شاء الله بإذن رب العنان أنا عم بدي أسأل للشيخ حفظ الله أنا عمري ما عرفت هاي الشغلات اللي موجودة عن بالنسبة ل شو صاير بأبو بكر وعمر وعائشة وعثماء لعنطل على اليوم هلا تسأل عنهم فإذا ممكن بالله يعني إنه بدي أسأل سؤال للشيخ الناس اللي ماتت ومعرفتش بإنه هاي الشغلات موجودة وكانت تصلي وراء ناس وما يقولوا للحقيقة فشو بده يكون يعني مصير هاي أول سؤال نعم والسؤال الثاني إذا ممكن يعني يحكينا شوي عن السيرة النبوية الشريفة لحتى نحنا نفهمها لأنه أنا مش عارفة أي سيرة بدي أقرأ يعني إذا ممكن يعني عاصم وبتمنى إنه تدعونا يا رب وبعدين أنا ما في عندي حدا هون من الشيعة إلا أنا وفراحة يعني الواحد بخاف إنه يحكي قدامهم وما بعرف اليوم عمل تحدي وأخدت السجدة وصليت بالمسجد وصليت عليها وقلت لهم إنه أنا عم بعمل على سنة الرسول سنة الله فعم بحاولوا إنه يسألوني فمشان الإجابة شو وكيف بدي أعمل لحتى أحكيهم يعني ويفهموا علي وتكون شوي يعني مش مباشر مش شوي شوي شوية الأحاديث اللي بقدر أحكيها معهم لحتى الزبهم يعني لإلي ويتقبلوا الشغلين هل بالأدعية هل بالأحاديث بشو لازم ببليش إذا ممكن أعمله معروف أحسنتي حياتي وأنا بشكركم كتير بارك الله فيك وبشكر السي الشيخ والله يرضى عليكم كل هيكم لأنه بتفعل إنه انقصتونا من غفلات نحنا يعني الحمد لله اللي الله عيشني وأنا عمري 55 سنة والله يعطيش طوط العمر إن شاء الله فيحبزة إنه كل العالم تعرف شو يعني شو هاي الشغلات اللي كانتوا مخبيينة عنها وليش العلماء اللي عنا ما بيكونوا بيقدروا يفسحوا عن هاي الشغلات لأنه حرام 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 الناس تموت وما تكون عارفة أي شيء عن هاي الأشياء وشكرا لكم أحسنتي يا أمو مبارك الله فيك استسمحكم إنه تدعونا يا الله إن شاء الله أم خالد الناس الناس الذين ماتوا ولم يعرفوا هذه الحقائق ولم يقول لهم أحد هذه الحقائق ما مصيرا يعني إذا كان هناك من عدم معرفة هذه الحقائق خلل في العقيدة فهنا ينقسم الكلام إلى قسمين إن كان هذا الذي قد اختلت عقيدته فمثلا ترك البراءة من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام إن كان قاصرا فإنه معذور إذا كان مقصرا فإنه معاقب الفرق بين القاصر والمقصر هو هذا أنه إذا كان قاصرا القاصر هو ذلك الذي لم يكن يستطيع العثور على المعلومة يعني كان معذورا في عدم التوصل إلى المعلومة المقصر لا كان غير معذور يعني قادر على أن يتوصل إلى المعلومة لكنه قصر في ذلك قصر في معرفة دينه وأحكام شريعته وما إلى هناك هذا الثاني يحاسب على تقصيره أما الأول فلا يحاسب هذا كله فيما لو كان العلم أو مجهولية هذه الحقائق التي نذكرها قد خدشت في العقيدة أما إذا افترضنا أنها لم تكن ما خدشت وإن كان هذا فرضا نادرا نادرا يعني نفرض أنه ما كان مهما عند أحد أنه يعرف مثلا ما هي جرائم عبد الله بن عمر مثلا الذي تناولنا هذه الليلة أو عائشة أو أبي بكر أو أين يكن لأنه هو من حيث الأصل كان يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منهم يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء ويقول أنا أعاديهم لا يهمني أن أعرف ماذا ارتكبوا مثلا فهذا لا إشكال في كل تلحالتين يعني ليس مجبورا بأن يعرف هذه الحقائق نعم عادة عادة هذه الحقائق تسهم في التوعية فتدفع الناس إلى تنقية عقيدتها بأن توالي أولياء الله وتتبرأ من أعداء الله نعم هذا صحيح فقد ورد عنهم عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه من لم يعرف سوء ما أتي إلينا فهو شريك فيما منينا به مضمون الحديث هكذا حديث جدا قوي يعني أنت إذا ما تعرف ماذا وقع على إمة أهل البيت عليهما والسلام من الظلم والجور فأنت تصير شريك هذا الحديث طبعا ليس لغزا ولكن يحتاج إلى تفصيل طويل وعميق خلاصته هو هذا خلاصته هذه أنه أنت إذا تسترت أو كتمت مظلومية أهل البيت عليه وسلم وما جرى عليهم ولا شك أن من مظلوميتهم مظلومية الإسلام لأن الإسلام حرف زيف من هذه الشخصيات المنافقة التي كانت محيطة برسول الله صلى الله عليه وآله فنتيجة هذا الكتمان ما هي إذا الكل كتم ما الذي سيحصل يختفي الحق بل فعل نعم الحق كلية سيختفي والباطل هو الذي سيثبت وبالتالي تكون أنت شريكا في المؤامرة على الدين الإسلامي وعلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إحنا ليش نصيح إحنا تشوف أيها الأخوة إحنا ليش نصيح لماذا نجهر نكمل طريق أسلافنا من أعاظم الشيعة نكمل درب التضحيات لأن هؤلاء أو أولئك ما سكتوا يعني الشيخ الكوليني ما سكت ألف كتابا وأدرج في كتابه كتاب الكافي الشريف أدرج كل المطاعن على أبي بكر وعمر التي وصلته عن طريق أهل البيت عليهم ثبتها في كتابه ما سكت ما قال أنا لازم أكتم ذلك من أجل أن نحافظ على العلاقات مع الطوائف الأخرى يعني مثلا أو على مصالح مثلا مع أنه ذاك الزمان كان زمان صعب واحد يقول فيه كلمة الحق ممثل زماننا شيخ الصدوق ما سكت شيخ المفيد ما سكت علام الحلي ما سكت شريف المرتضى ما سكت علام الهدى سيد المرتضى أفذاذ التشيع ما سكتوا وصلت النوبة إلى علام صاحب البحار علام المجلس ومن بعده من علمائنا ما أدري أي مرض أصابنا قبل خمسين ستين سنة اللي كففنا عن ذلك بحيث هذه الوقت الكريمة السائلة الآن بالفعل تتساءل تقول ليش علمائنا ساكت ليش الآخرين ساكت ليش ما يبينوا من هذه الحقائق أنا أجيبها أقول أقول صار أكون مرض عندنا في الفترة الأخيرة مع الأسف وهو مرض الدنيا مرض الدنيا وإلا هذه ما كانت سيرة علماء التشيع أبدا 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 راجعوا سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي وشوفوا الأمثلة التي ذكرتها عن علماء التشيع ورجاله وأفذاذه وعظمائه منذ زمان الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام كيف دفعوا دماءهم ثمنا لقول كلمة الحق وتثبيت هذه الحقائق وكشف جرائم المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ما سكته ما سكته مرض أصابنا وحقيقة مرض يدمي القلب هاي الخمسين ستين سنة اللي انقلبت الأمور بالفعل انقلبت صار أكثر شيء يهتم به من يسمى بين قوسين علماء بدلا من القول بالحق الصدع بالحق الجهر بالحق وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك صار أكثر شيء يهتمون به في الواقع العملي موت الحق يعني يريد أنه لا الباطل يبقى على حالة مراعاة للطوائف والمشاعر والوحدة الوطنية وما أدري السلم وما أدري التقارب والتقريب بين المذاهب وإلى آخره طيب والنتيجة نتيجة ذلك ما هي نتيجة ذلك مخرجات كل هذه العملية ماذا ستكون أيها الإخوة كتمان الحقيقة التي جرت على أهل بيت النبوة عليه الصلاة والسلام أن الناس لا تعرف أي مؤامرة حيكت ضد هذا الدين العظيم كيف قتل رسول الله الآن بعد أيام ستأتينا ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في الثامن وعشرين من صفر من من الشيعة ما أقول البكرين من من الشيعة يعرف أن رسول الله قتلته عائشة وحفصة منه يعرف؟ يمكن نسبة واحد بالمئة أصلا معظم الشيعة يقول صدق النبي أصلا قتل؟ نحن نعرف مات يعني مات حتف أنفي نحن نقول وفاة النبي حتى ما يقولوا شهادة النبي صلى الله عليه وآله كلش كلش إذا واحد كلش مثقف كان مثل واحد يجانب الكويت مثقف يعني هذا الشخص يعني هشكي جاء قال لا امرأة يهودية سمت النبي يعني مقولة أهل الخلاف مقولة أهل الخلاف ولا أصلا سامع رواية الصادق عليه السلام أنه عائشة وحفصة قتلت النبي ولا روايات أهل البيت عليه السلام ولا لطبيعة المؤامرة التي حيكت وشنو صار وشلون جابوا السام وشلون خلوا وشلون نفذوا وعلى أي أساس ومتى وقع ذلك هذا كل ما سامع أصلا في حياته ينزل في قبره يقابل الله عز وجل نبيه نبيه ما يعرف من الذي قتله وهذه ممظلومية لرسول الله صلى الله عليه وعلي بالله عليك إحنا نستحق نحترم أنفسنا العمائم على رأسنا على روسنا الموجودة هذه نستحقها إذا إحنا النبينا ما قدر يندافع عنا خلنسعون عمائمهم اللي يخاف يدافع عن نبيه ويبين من الذي قتل نبيه ما لحق يرفع عمامه على رأسه ما لحق ولك هذا نبيك يعني أول من ينبغي أن تدافع عنه حتى قبل الحسين عليه السلام حتى قبل الحسين حق رسول الله علينا أعظم من حق الحسين من يقوم بهذا الدول صار اللي يقوم بهذا الدور هذا العبد الفقير يقوم به يطلع مجرم يطلع هو الذي يفرق الأمة يطلع هو الذي ما يقولون هذا ديدافع عن النبي صلى الله عليه وعلي ما يقولون هذا يكشف الجرام التي وقعت على نبيه ظلام مظلومية رسول الله أنه الأمة ما تعرف من الذي أزهق روحه يقولون لا هذا يفرق الأمة هذا يفعل كذا هذا يفعل كذا وطن من الأكاذيب والشائعات والاتهامات والافتراءات والبهتان ينال الإنسان لا يضيق الصدر يضيق الصدر بس لازم تنظي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ هذا هو هذا المبدأ الذي ينبغي أن يسير عليه كل عالم ينتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا تريد تقدم الدنيا ومصالحك وتريد ما يضيق صدرك بالشائعات التي تروج ضدك والاتهامات والأباطيل خلاص قل انزع العمامة وروح اشتغل بالشبرة أي مكان اشتغل حصل لك مكان اشتغل أما أنه تريد هذه الوظيفة لا قول الحق وإن عز لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع المطامع من أعاننا بلسانه على عدونا لقاه الله حجته يوم القيامة أعنأ إمتك بلسانك بين ماذا صنع أعداؤهم فيهم وفي الإسلام لما أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية يتأوه يتفجع يقول فصبرت أرى تراثي نهبا هذا التراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لعبوا به العائلة الوحيدة من بين كل العوائل التي في الأعياد لا تفرح هي عائلة أهل البيت عائلة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال الإمام الباقر عليه السلام ما من عيد أضحى ولا فطر إلا ويجدد فيه لآل محمد حزن ليش؟ لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأنهم يرون حقهم في يد غيره مكة والمدينة في يدهم؟ في يد أهل البيت؟ لو في يد أعداءهم؟ مقدسات أهل البيت في يد من؟ الدين الإسلام هذا هذا حق من؟ من المخول من قبل السماء أن يتكلم ناطق رسمي باسم الإسلام؟ من المخول؟ ألا إما الشرعيين الاثنى عشر عليهم السلام؟ صحيح؟ ألا من الذي ينطق باسم الإسلام الآن؟ من الموجود هذا الآن على هل ينطق باسم الإسلام؟ المتردية والنطيحة والمنافقين ومشايخ السوء والأبالسة واللعناء والمأبونين وأتباع الحكومات والأحزاب الباطلة والتيارات المنحرفة هذا الشيء ما يدمي قلب الحجة عليه الصلاة والسلام حقهم في يد غيرهم هذاك صار يمثل الإسلام الآن يا أيها القوم اعرفوا والله وبالله ما يفهم أحد منطلقاتنا حقيقة إلا إذا قعد فد ليلة صفا مع نفسه الشكل وحاول يفكر بمشاعر إمام الحجة عليه الصلاة والسلام أنه الحجة شنو مشاعره؟ كيف الحجة يتألم أنه دينه هكذا؟ دين الله عز وجل يتلاعب به هؤلاء؟ كيف الحجة يتألم لمقدساتهم بيد هؤلاء؟ كيف الحجة يتألم أنه هؤلاء الذين يفترض ينتسبون إليه؟ يقولون إحنا نوابه يقولون إحنا نمثله هذه العمامة يعني أنا دا مثل صاحب الزمان عليه السلام موالشكل؟ هؤلاء بدلا من أن يكونوا مفخرة للإمام عليه السلام معقود عليهم الآمال في إرجاع الحق إلى نصابه هؤلاء أول من يحارب الإمام عليه الصلاة والسلام الروايات تعرفونه وإلا إذا كان الوضع أنه هؤلاء الذين ينتسبون إلى التشيع والناطقين باسم التشيع أنهم هؤلاء حقيقة كلهم صلاحاء والمفروض الإمام يظهر هو بس يحتاج ثلاثمائة وثلاثة عشر هو شنو؟ إحنا ما بينا خير ثلاثمائة وثلاثة عشر شخص وعدنا واحد ما عدنا إحنا خلي نقول الصراحة إحنا ما نحتاج بعد نكذب على أنفسنا ما يحتاج نستمر نجامل أنفسنا أيها الإخوة خلاص ملينا كافي بعد كافي الدنيا ومصالح وفلوس ووجاهات ومناصب وإلى آخره كافي الدجل خلي شوية نلتفت إلى إمامنا المظلوم عليه الصلاة والسلام اللي أمر خروجه بيدنا كما قالت الروايات مو بيده هو هذا متوهم هذا اللي يقول اللهم عجل وليك الفرج متصور القرار بيد الإمام القرار بيدك أنت أصلح نفسك صاحب أهم أهلك أصلحهم أصدقائك أصلحكم أصلحهم صارون جماعة تكتمل العدة الإمام يظهر الإمام انتظرنا إحنا إحنا نصير أوهادم الإمام يظهر هذا اللي ينتظر الإمام أصلاً غايب عن الذهم أول شيء يهتم به مع الأسف هذا اللي يسمي نفسه شيعي أول شيء يرتب وضع الدنيا والمعيشة الحياة يشوف وضعه شلون أنا خلت رتب وضعي بعدين أفكر إذا هم أريد أدافع عن أهل البيت عليه وسلم كلش كلش أسوي سفرة أم البنين وفي أمان الله كافي هذا الوضع ما يصير يستمر أيها الأخوة لابد من عملية مراجعة للذات لابد نفهم أنه مسار نشأ آخر سنساءل نحن جميعاً أيها الإخوة لما نوضع في القبر عن شيئين أساسيين السلم والحرب أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم تسأل في القبر كنت سلماً لأهل البيت يقول نعم كنت سلماً لأهل البيت أنا سالمت أهل البيت عليه وسلم وأتباع أهل البيت كنت سلماً لهم تسأل السؤال الثاني شو تجاوب حاربت من حاربهم يعني عائشة حاربت أمير المؤمنين عليه السلام حاربتها أم لا أم طلعت بالفضائية ما تستحي على عمامتك وعلى شيبتك ورحت تقول أم المؤمنين وأنزها أنا وهذا بني أمية ألسقوا بها رضاع الكبير وما أدري شنو هذا حرب لمن حاربهم هذا تسأل في قبرك أين حربك لمن حارب آل محمد الطاهرين عليه والسلام شت جاوب شت جاوب ما عندك جواب إذا ما قمت بالدنيا بدور في محاربة أعدائهم من أعاننا بلسانه على أعدائنا الإمام الصادق عليه السلام يقول لقاه الله حجته يوم القيامة عندك حجة تصير يوم القيامة كل واحد خلي يسأل نفسه هل قمت بدور في محاربة أعدائهم أم لا ألفت كتاب ضد عائشة ضد أبي بكر ضد عمر هؤلاء الذين كانوا أعداء أهل البيت عليهم السلام ألفت أو ضد هذا عبد الله بن عمر أو أبو هريرة أو أي واحد المهمة تحارب الأعداء ومو تروح لي على الأعداء الصغار لا تروح لي على الشمر مثلا لا أخو الشمر ماكو أحد مخدوع به أنت لازم تحارب العدو الذي انخدع به الناس عمر مثلا منخدع به الناس ناس مخدوعين مساكين ما يعرفون حقيقة عمر وإلا الذي يعرف من أهل الخلاف حقيقة عمر حقيقة شخصيته الإجرامية الوحشية حقيقة جرائمه وتاريخه يكره لأنه فطرة الإنسان يكره الظلم والظالمين أنت لازم عليك تبين ماذا فعل عمر هذا الذي فعله علماؤنا السابقون علماؤنا السابقون وين أكو مثلهم علماؤنا السابقون هكذا فعلوا ولذلك ألفوا هذا الكم الهائل في تراثنا من كتب المثالب كتب المطاعن ثلاث مجلدات من موسوعة البحار كتب المطاعن العلامة المجلسية مألف هذا جواب على الأخت أنه ليش الآخرين ما يفعلوا شنو نقول سماحة الشيخ هؤلاء اللي تتكلم عنهم انشغلوا بتأليف سيرة بن عربي وملة صدرة قزالي يحشرون معهم وكتب العرفاء وغيرها ومترهات الفلسفة إلى جهنم وبئس المصير تتحدث الأخت عن السيرة النبوية الشريفة وتقول ما هي أفضل كتب أغراءها حتى أفهم السيرة النبوية وتطلب من سماحتكم كذلك الحديث عن السيرة النبوية يعني لا شك السيرة النبوية الشريفة تعرضت إلى كثير من التشويهات من قبل أعداء النبي صلى الله عليه وآله وفي محاضراتنا المبثوثة هنا وهناك على مواقع الأنترنت أو التي عرضت في قناة فدك تعرضنا إلى نماذج عديدة مما حاولنا أن ننقي السيرة النبوية الشريفة مما ألصق بها من أكاذيب عائشة وأبي هريرة وأمثال هؤلاء هذا يحتاج حقيقة يعني إن شاء الله إذا وفقني الله عز وجل أخص الصلسلة من المحاضرات عن السيرة النبوية الشريفة ومرة أخرى أيضا أجدد الدعوة وأطلب من الإخوة المؤمنين المحققين طلبة الحوزات الأعزاء أنه يسعون في تأليف موسوعة السيرة النبوية الشريفة التي يعني تكون منزهة عن هذه الأكاذيب وما أشبه حتى الناس يعرفون سيرة نبيهم الحقيقية هناك بعض المحاولات جرت في هذا الشأن يعني مثلا هناك كتاب لهذا السيد جعفر مرتضى العاملي اسمه الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقريبا موسوعة ما أدري 25 مجلد يمكن ولكن الكتاب عليه ملاحظات من ناحية يعني الضعف العلمي فيه موارد ضعف ضعف في التحقيق العلمي لا بس إذا أرادت الأخت تطلع عليه بس يعني تكون في حيطة وحذر أنه مو كل ما فيه صحيح ونتيجته صحيحة لا فيه كثير من الموارد التي مرجعها إلى يعني ضعف في التحقيق فنحتاج إلى محاولات أخرى نحتاج إلى محاولات أخرى إجمالا إذا أرادت أن تطلع لهذا من المعاصرين يمكن أن تطلع على هذا الكتاب أو إذا أرادت تطلع على بعض كتب القدمة أيضا لا نسلم بصحة كل ما فيه لكن إجمالا يعطي لمحة ولو أولية عن سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مثلا كتاب كتاب اللي هو الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح يمكن لا 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 مو منتهى الأمال لا لا ولا منتهى الأمال ولا الكتاب يعني حققه أيضا الشيخ جاسم الشيخ جاسم الحائري أخيرا أو الشيخ جاسم الأديب حققه وكتيب تقريبا أو لا كتاب كتاب جيد اسمه يمكن جلاء النظر في سيرة سيد البشر شيء منها القبيل المهم إذا طلبت هذا الكتاب أيضا لا بأس به منتهى الأمال في تواريخ النبي والآل أيضا للشيخ القمي رحمه الله أيضا الشيخ عباس القمي أيضا لا بأس بالاطلاع عليه بعض أمثال هذه الكتب لا بأس بالاطلاع عليها ولكن نحتاج إلى جهد نحتاج إلى لجان تحقيقية تؤلف موسوعات تكون متميزة بالدقة العلمية بقوة الاستدلال في تتبع طرائق الآثار النبوية حتى تنزه عما تشوبه شائبة يعني يمكن أن نقول هكذا يعني كتاب تحقيقي سليم في السيرة النبوية بحيث يمكن الركون إليه والاطمئنان إليه هذا يحتاج حقيقة إلى جهود متضافرة إن شاء الله يلتفت إلى ذلك الأخوة في الحوزات واللجان والمراكز العلمية إن شاء الله تعالى سؤالها الثالث يعني قامت في مبادرة جريئة وشجاعة ذهبت وصلت لكي أعتقد في مسجد بكري على تربة وتناقشت مع بعض اللي يستشكلوا عليها فتقول شنو الأحاديث أو الطريقة اللي أجذبهم إلى التشيع تدريجيا هل أستخدم الدعاء أم الأحاديث أم السيرة يعني أولا نحييها على هذه الخطوة وهذا يا ليت كل الأخوة يفعلون هكذا الأخوة والأخوات يعني نحن ترى للعلم مع أننا يعني دائما ننقض المعتقد البكري ونبين زيفه إلا أننا لا ندعو إلى مقاطعتهم بل على العكس ندعو إلى مخالطتهم هكذا أمرنا أمرنا أئمتنا عليه وسلم أنه مخالطتهم مخالطتهم والإحسان إليهم والتعرف عليهم مو فقطهم كل أتباع الطوائف الأخرى المنحرفة اليهودية النصرانية الملحدين أي أن يكون يعني حاول أن تتخالط معهم تكون علاقات لأنه هذه العلاقات هي التي تساعد في هدايتهم في الواقع أنت قاعد يعني حاول تكون علاقات مع زملائك إذا كنت بالمدرسة أو بالجامعة إذا بالعمل زملائك مثلا أو جيرانك مثلا أو أي أن يكون كل شخص اعتبره مشروع هداية الآن تأتي مسألة أنه كيف تستطيع أن تهدي هذا الإنسان هذا يختلف من شخص إلى شخص يعني شوف تارة أنت تتحدث مع الشخص مستوى الفكري يؤهل أنه تعطي أنت كتاب يقرأ تعطي كتاب تارة لا معظم الناس الآن ما يقرؤون أمة إقرأ لا تقرأ كما نعلم فتعطي سيدي أو ترشده إلى قناة فدك تخليه شوف يسمع قل له شوف أنت شوف مثلا أو ترشده إذا عنده إيميل ما إيميل تبعث له مثلا بعض الأشياء بالإيميل بعض الأحاديث بعض الروايات وتناقشه يختلف من شخص إلى شخص حسب بعض الأفراد لا أصلا مثلا بعض الأفراد يتشيعون لأمور أخرى حقيقة ولا تأتي على البال أنا أتذكر رجل بكري جاءني يعني رب عائلة كبير في العمر جاءني ذات مرة في مجلسي بعد ما انتهت يعني زلت من المبر بالكويت أو من المحاضرة يعني خلصت من المحاضرة وجاءني قال لي أنا تشيعت تعلمني تعال شونه لازم أسوي شون صلاتكم شون أموركم وشلون كذا فسألت أنه وشلون أنت تشيعت قال ماكو أنه أنا واحد من ما أذكر أهلنا أصدقائنا توفي له ابنه ابنه توفي أو واحد قريب لا عفوا صديقة توفي فراح هو راح للمقبرة في التشيع في التشيع راح للمقبرة فشاف لما نزلوا هذا صديقة خلوه في القابر واحد كان يلقنا يقول لي يا عبد الله إذا جاءك الملكان فقل التلقين تلقين الميت الذي عندنا كما روي عن أئمتنا عليه وسلم إذا جاءك الملكان فقل الله ربي محمد النبي علي إمامي القرآن كتابي الكعبة قبلتي كذا إلى آخره وإذا سألوك عن أئمة قل علي ثم من الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي إلى آخر الأئمة الاثنى عشر عليه السلام يقول هذا أنا فكرت أنه شنو هالأسماء أنا ما أعرف هؤلاء وإذا طلع هذا ولا على حق أنا وين أحفظ كل هالأسماء أعرف هالأمور هذه بالقبر أنا شنو أجاوب شنو أجاوب بالقبر فيقول تأثرت قلت ربما هذا صحيح يعني ربما هذول الشياء على حق أنا وين أعرف الأئمة وأجاوب هالأمور وأعرف تعداد معالم ديني في هذه المسائل فيقول شوية بحثت فعرفت لا الحقيقة يعني الشياء على حق فأنا الآن اتشيعت ويا الله تعال علموني شنو لازم أسوه يعني شوف أشياء أحيانا بسيطة يعني هذا الموقف أنه شاف آلية الدفن عندنا إنجاز التعبير أثرت فيه واحد آخر هم جاءني من عائلة عريقة بالكويت أيضا جاء هذا هم تشيع قلت لأنت شون السبب اللي وجابوا له هذا عثمان الخميس حتى يعني يهدي مناقشات ومشاكل وكذا ما فلح نتيجة ما فلح ما نجح في أن يثنيه عن تشيعه فقال لا أنت مسحور وعندي دليل على أنه مسحور طبعا هذا بعد ما تشيع فقال لا شنو الدليل قال أنت لما تشيعت الشيع ما أعطوك صخرة شيء هالشكل قال قال إيه هذه تربة اللي أصلي عليها لأنه صلاة ما تجوز إلا على يعني تربة أو ما يشبه التربة مما أنبتت الأرض من غير المأكولي أو الملبوس فيقول هذه التربة جيبها أنا أكسرها يبطل السحر شوف هالشكل قال لا أنا ما عندي استعداد أتناقش مع هالمستوى يعني هالمستويات ما يقول يعني خالين سحر داخل هاي التربة شنو المسخرة شنو هالسخافات فأهلهم سووا ل مشاكل المسكين راحوا سجنوه أخيرا لثقوا لتهم أهل تخيل فترة كان يجيبات بالحسينيات عندنا أنه صارت مشاكل فس المهم نتيجة في سبيل الله عز وجل يسوأ المهم هذا كان بداية تشيعة شنو قال قال هذا الحديث إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجم خلص قال هذا مو عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا شيء يعني قال حسين سفينة النجاة فأنا لازم أروح أدور وين أكون يذكرون الحسين أنا أروح حضر كم مجلس حسيني خلص قال هذا هو الحل هنا هاي سفينة النجاة واضح بعض فلذلك أقول أيها الأخوة أكو أحيانا أسباب تبدو بسيطة يعني وعجيبة تدفع الناس للتشيعة بالفعل شيء عجيب احتفالها لك عائشة شيع واحد من تظيم القاعد شنو هذا كان يخطر على باني لما أقمنا الاحتفال ما كان يخطر على باني كان يخطر على باني أنه ناس يتشيعون بسبب ارتدادات الضجة هذا كان هدفنا وحققناه بس أنه واحد من تنظيم القاعدة كان قد استفز بسبب الاحتفال هذا اللي مرسل بالموقع القطرة وأنه بسبب الاحتفال صمم على قتلي فحتى يحصل معلومات أكثر راح يسمعلي أكثر من المحاضرة على موقع القطرة فطولت معا القضية السنة وصار عنده الشك وصار عنده مليون مصيبة رجع إلى الكتب شاف كلامي صحيح قال كله طلع وهم في وهم احنا اللي عايشين به لا واللطيف بعد ذلك يريد ورح ينضم يريد طالب إجازة من عندي أنه حتى ينضم إلى جيش مقتدى الصدر جيش المهدي حتى يواصل الجهاد فالشي عجيب القصد هكذا أنه أكو أشياء عجيبة تبدو يعني أشياء بالفعل تبدو عجيبة أنه كيف يتشيعون المهم أنت عليك شنو يعني آي الأخت المكرمة عليها تشوف الشخصية اللي تتوجه إليها يعني تارتا أنت تحدث معهم مثلا عن تنزيه سيرة النبي صلى الله عليه وآله عما ألصقت ألصقت به من ألصقت بها من مفتريات مثلا تارتا لا تتحدث عن فضاء أهل البيت عليه و السلام تارتا تتحدث عن مثالب أعدائهم معايب أعدائهم مثلا تجد تقول أنت تقبلين واحد يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان في كامل قوال عقلية هذا إن الرجل لا يهجر عمر شنو معنى إن الرجل لا يهجر يعني ما كان في كامل قوال عقلية تقبلين على نبيك أن أحدا ينطق بهذه الكلمة فتبدأ تدخل معها في مثل هذه النقاشات والمهم تزودها دائما قدر ما تستطيع فلتزودها بكتب إذا كانت هذه تقرأ فضائيات موجودة إنترنت موجود الوسائل تتنوع على تنوع شخصيات الأفراد أحسنت سمحت الشيخ نرجع الاتصالات أخوان حتى يتشاركوننا الأخوان في المناغشات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مع علكم السلام الحمد لله بارك الله بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا حياكم الله بارك الله بكم كما يسموها ما أعلم وعندي على هذا وصاحب كتاب الأرطان الشيعي يعني وحده من التدليسات على القارئ يجيوهم القارئ أنه الحر العاملي صاحب الوسائل يرد على الصوفية الجخالاء الصوفية اللي سميهم هو العرفاء الشامخين مثل محي الدين بن عربي يقول يرد عليهم مع العلم الشيخ الحر العاملي هو الكتاب الاثنى عشرية ورد على الصوفية ورد على الغزالي ورد على محي الدين بن عربي بالخصوص يعني هو الكتاب كامل مؤلف يعني فضح هذوله يعني 24 ضلالة على هذوله هاي وحده من تدليساته وأكاذيبه وعند الحلاج الحسين بن منصور الحلاج هذا اللي يقول أنا الحق والبسطام يسميهم من الأعلام يعني أعلام العرفاء الحلاج والبسطامي ويقول إنما تصدر من هؤلاء الأعلام وهم في حالة أنمحوا لا في حالة الصحو يبرر أفعالهم للعلم هذا الحلاج يعني إجماع من يعني علماءنا إجماعه بناس توقيع يعني من المعصوم يعني نائب المعصوم بناس إنه هذا الحلاج كافر ومفضوح يعني موجود هذا النص مثلا بكتاب الاحتجاج جزء ثاني نهاية يعني توقيع النائب الثاني للحج عجال الله هذا كمال حيدري يخالف نفس توقيع المعصوم يعني نائب المعصوم يعني يعني ونائب المعصوم يمثل المعصوم هذا يخالف في حالة المحولات في حالة الصحو وهذا التبرير اللي قيته بالفتوحات المكية ولقيته على هذا الملعون الآلوسي بتبسيره نفس التبرير يعني يعني اللون يعني النقاط مشتركة بين الصوفية وبين العرفة يعني بين الآلوسي وبين الغزالي وبين العربي وبعدين صارتنا العرفة وقتأم بزيادة عفو يعني باوت عليكم إحنا الكهرباء منقطعت يعني تفضلوا تفضلوا يعني أكمل تفضلوا رحمة الله والديكم العرفة أموما مثلا يعني كتاب الروحي المجرد هذا التلميذ على القاضي يعني التلميذ هاشم الحداد الضهراني يعني يعتبرون ابن عربي مو بس المؤسس الأول للمؤسسة الثانية الشيعة يعني بالنصال يقول ماكو أحد بالإسلام يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام قدر يجيب حرف واحد مثل اللي جابه ابن عربي طبعا صح يعني هو ابن عربي اللي يقول ما صحة مقولة فرعون أنا ربكم الأعلى يعني هاي كلمة ما حد قائلة مثلا ويقول هو من حيث يعني يقول يقول يعني من ماء محقق من مريم وماء غير محقق من جبرائل يعني على قوله يعني هذا التعبير السيد مرتض الشيراغي حضره الله يقول هذا الكلام ما يظلمون خصاق النصاري فكيف بالمسلمين يعني هيته إنسان يعني ما نيدي نعبه شنو هذا الإنسان وعموما هو يعني أسكار بالعربة مأخوذة من السلسفة يعني أرسطو وسقراط وأسلاطون ومن اللي يسموه الكشف العرفاء والعفو أخرتكم تفضل خذ راحتكم يعني صير أكمل تفضل تفضل وراجعت موقعكم القطرة يعني موقع القناة على هذا هذا ملصدر الملعون اللي يقول فهم يتلزذون بما هم فيه من نعيم يعني بما هم فيه من لدى ضحيات وعقارب يعني راجعت لقيتها بنص نفسها بنص يعني يؤمن بها ويدافع يعني يقول وأقول مثلا أنا أسا جاي أحكيكم يعني اللي حافظة لأن أصلاً أنا جاي ألف بهم يعني مؤلف أخيت بيه استشاريت بيه الشيخ آية الله عبد الكريم الحائري يعني مقلال يعني ألف عليهم يعني ألف يعني ذول الفلسفة والأرطان تناقضون وغطان المهم اللي يستدل على انقطاع العذاب من ابن عربي يعني يقول يعني يقول وأقول مما استدل به على انقطاع العذاب يعني من المخلدين بالنار ما قاله مثلاً محي الدين العرابي يسمي يعني يستغلم لغة مشفرة أنه مولد يومناس إنه هذا مو محي الدين مثلاً لا أبروا من الناس يقولون هذا مو محي الدين ابن العربي لا أكو واحد اسم إبني العربي يعني هايا على التcorger يعني بفسيط يعني اسم footage شمس الدين وهذا محي الدين عليها مشكلتنا محي الدين وهمهم مون الناس يقولين لا إ치만 نأخذ من ابن العرب بتنب انض permite مهم أفو أخّamı عليتم الله عنكم خذ رحمه الله d漢ي بإغلاق بس العفو شيخنا بلي نعم بلي تفضل بس أبرونا الزمن يعني كل ما يعني ما قدرت لكم كل شي يعني ما يعني ما يعني ما يعني هذه القدرة المالية يعني دائما ما يعني صعب بس إن شاء الله بس تحسه يعني أخابر مكتب النجف إن شاء الله تبهاركم يعني اللي عندي سد أخوي علي وثريتنا بمعلوماتك ومضي في كتابك لنحظ الأرثار إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقك لكل خير إن شاء الله إن شاء الله انتصر الله به لدينه إن شاء الله نعم في صحوة من الأخوان ضد الفلسفة والعرفان في ذكرة الأخيرة وعرفه ترهاته بن عربي ومدصره لا الحمد لله الآن خصوصا في العراق يعني الكلمة الأخيرة للمراجع كانت كلمة قاصمة لظهور أتباع الفلسفة والعرفان وأمثال هؤلاء الحمد لله يعني المراجع تصدوا بقوة لهذه الموجة ولذلك أقول أهل العالم الثاني إن شاء الله شيئا فشينا نتقلون إلى العالم الأول بإذن الله تعالى المستقبل هو للتشيع الرافض الأصيل البعيد عن شوائب البترية والعرفانية على السواء إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم المحادي لتتشيع ماذا تنظر السلام عليكم السلام عليكم يصطر يصطر بصبب أنك طلب من عندك يعني يعني أبي مدام أنت حام العلوم آل محمد فقال الله عليهم أبي حديث الكساء أنك تقرأ عندنا حديث الكساء وأنك طلب بعد أنك تنعي لي إمام السستين بس عز وجم الله في الزهرة هذا الطلب وحيد يعني إن شاء الله نترفي لطلب هذا أنك تنعي لي إمام السستين هذا حق يوم الأسدعين وحديث بكرام لحديث الفتاة بسنة إن شاء الله إن شاء الله أحسنت أخي بسليمان إن شاء الله الله يحفظكم ورقتم إن شاء الله ويدتم إن شاء الله أحين سماحت شيخين سجلت لختم خالد والله أخي بسليمان عنده طلب تماس دعاء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله أبو يعقوم من لدن حياك الله أخوي بيعكم تفضل والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الظاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ودعن على عداء أجمعين ما بعد العلمان أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحصة اللهم والعن أم الحكم اللهم والعن الحميم والقامل السلام عليكم أيها الشيخ الجليل عليكم السلام الرحمة والإكرام المزاهد البطن الحبيب إلى قلوبنا وعلى الأخ عبد الله المجاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أيها الشيخ الجليل ممكن شيخنا توضح لنا بعض جرائم حفظه وعم الحكم ونحن نعرف قليلا عنهم أو عن جرائمهم وشكرا وجزاكم الله خير الجزاء حياك الله حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وأحب أن نعم تفضل أنشت أخوة المهمنين الشيعة المسلمين في العراق وفي بريطانيا خاصة في التبرع لهذا الصوت الحق صوت مظلومية الزهراء سلام الله عليها قناة بدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله اللهم عن كل الفلاسفة والعرفاء إلهي تتعاوب سمعت الشيخ على سؤال لك اخذوا الاتصالات مجموعة اتصالات حتى أنا بعدين أعلق على ما يمكن ساعة تقريبا نهاية البرنامج اخذوا ما أمكن من الاتصالات السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي وياك أحمد الكربلاي تفضل أخوي أحمد الكربلاي ممكن نحكوه يا الشيخ نعم اسمك أحمد الكربلاي أكيد نعم أحمد الكربلاي نعم تفضل الشيخ للجليل نعم شوف هذا صوته واضح وإحنا نعرفه واحد والله يعني مشكلة أنا عارفة معرفة شخصية زين وما بيذكر منه أهوة وعرفت صوته من أول ما تصل وكذا مرة يتصل ويسب وهذه بس المشكلة احنا طالع منه أعداءنا واللي يوقفون ضدنا يعني هذا الشخص معرفة شخصية تاريخة فعلا أسود سود الله ويها يا ليتي اتصل علي وانا أعلم منه بالضبط سمحت الشيخ الحين تقريبا باقي البرنامج ربع ساعة نجاوب على السؤال حافصة أم الحكم حتى نقدر ناختصالة تانية يعني سبق وذكرنا أنه بالنسبة إلى أم الحكم حصرا أنا في حدود اطلاعي لم أقف على جرائم خاص بها لا شك أنها حيث أنها مشمولة باللعن الذي كان يعني يقوم به إمامنا الصادق عليه السلام بعد كل صلاة بعد كل صلاة تقول الرواية المعتبرة في الكاف الشريف أنه عليه السلام كان يلعن أربعة من الرجال وأربعة من النساء ويسميهم بأسمائهم كان يقول اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية والعن عائشة وحفصة وهند وأم الحكم أم الحكم هذه أخت معاوية حسب يعني اطلاعي لم أجد يبدو أنه ما وصلنا مع الأسف أنه هذه أخت معاوية ما الدور الذي كانت تقوم به أي دور خبيث كانت تقوم به على وجه التحديد لا شك أنه كان له دور لكن ما وصلنا أو أنه ما زال حبيس المخطوطات حبيس المدفونات فيحتاج ذلك إلى تنقيب أما بالنسبة إلى حفصة فلديها جرائم ولكن لا شك جرائمها لم تكن بالقدر الذي يعني ارتكبته عائشة ولا وصلنا أيضا الكثير من جرائمها إحداث تلك الجرائم هو ما سجله القرآن الحكيم في سورة التحريم أن النبي صلى الله عليه وآله لما أنبأها قالت له من أنبأك هذا الإمام الصادق عليه السلام له حديث يعلق على هذه الآية الكريمة فيقول كفرت بقولها من أنبأك هذا لأنه إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لك خبرا وأنت تشكك قائلا من أنبأك هذا معنى ذلك أنك لا تعتقد أن هذا الرجل يأتيه خبر السماء إذن هذا ليس برسول إذن أنت تكفر يعني شنو معنى أن تقول المرأة من أنبأك هذا أنها تشك في أن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله حق جاء به الوحي فهذه جريمة ظاهرة في القرآن الحكيم جريمة أخرى من جرائمها أنها لما توجهت عائشة إلى البصرة مع الميليشيا التي كانت تتزعمها أرسلت عائشة توقفت تقريبا في ذيقار فأرسلت أو لا اجتازت ذلك كانتها وصلت للبصرة أمير المؤمنين عليه السلام توقف في ذيقار فأرسلت عائشة هناك من هناك كتابا إلى حفصة بعدما استولت عائشة على البصرة وصارت زعيمة هناك أبلغت بأن أمير المؤمنين عليه السلام توقف لأنه خاف الحرب فهو يخاف أن يتقدم لكي يحارب جيش عائشة ويخاف أن يتأخر كذلك لأنه سيأتيه ذلك الجيش وينتصر عليه فعائشة ابتهجت بهذا الخبر تصورت أنه الأمر حقيقة مو أن أمير المؤمنين عليه السلام نزل هاهنا لكي يستدعي شيعته والقبائل التي قد والته من الكوفة حتى يلتحقوا به ويحارب جيش عائشة الذي كان للعلم هذه حقيقة الناس لا تلتفت إليها أنه جيش عائشة كان يفوق في عدده جيش أمير المؤمنين عليه السلام بالأضعاف للعلم جيش عائشة كان أكثر فعائشة ابتهجت تصورت أن هذه بداية النهاية لأمير المؤمنين عليه السلام وحكمه فكتبت كتابا إلى حفصة موجود الكتاب رواه المخالفون أيضا مو فقط إحنا كتبت في هذا الكتاب أنه من عائشة بنت أبي بكر إلى حفصة بنت عمار وبشرك مضمون الكتاب أنه منزلة علي الآن كالأشقر يعني الجمل الأشقر إن تقدم عقر وإن تأخر نحر يعني خلص إحنا من كل الجهات الآن رح نجي عليه رح ناكله هو وجماعته ننتصر عليهم فحفصة هنا ابتهجت كانت في المدينة ابتهجت فجمعت مجموعة من الساقطات أجل لكم الله المغنيات أمثالها وجمعتهم في البيت و سووا حفلة حفلة طرب سووا دق على الدفوف و طراب و كانوا يغنين كنا يغنين هكذا يقول المؤرخون كنا يغنين ما الخبر ما الخبر علي في السفر إن تقدم نحر و إن تأخر عقر تقريبا هالشيء شيء من هالقبيل و حفلة سوت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلم و حجرتها كانت قريبة على يعني ملتصقة بالحرم النبوي الشريف يعني تخيل شوف الحالة فقط شوف الخسة يعني حفلة موسيقية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلم و على بعد أمتار أو خطوات من حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وعلم و حفلة ابتهاجا بماذا بأنه قد قربت ساعة منية علي بن أبي طالب إنه خلص الآن سيقتل هذا إن تقدم عقر و إن تأخر نحر و يروي المؤرخون أنه أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام عرفت بالقضية فتنكرت لبست ثوبا وتنكرت و دخلت في هذه الحفلة و ثم جاءت أمام حفصة و كشفت عن وجهها فشوي ارتعدت حفصة و أمرت المغنيات بأنه خلص كفوا يلا روحوا و بعدين لامتها أو يعني عنفتها أم كلثوم أنه لأخي رسول الله هكذا تفعلي و الله ما ذلك بعجب لقد تظاهرت أنت و صاحبتك عائشة على رسول الله صلى الله عليه وعلم فكيف لا تتظاهران على أخيه و وصيه من بعده إذا رسول الله أنتو ما سلم منكم أنتو ثنتين الملعونتين أنتو عائشة و حفصة اللي نزل فيكما قرآن و إن تظاهر عليه فإن الله مولاه سورة التحريم فشلون يسلم منكم علي بن أبي طالب و طبعا ما يسلم منكم حتى تعرفون أيها الإخوة أنه أعداء أهل البيت عليه وسلم شلون خسوا دناء سبحان الله أخلاقيا ساقطين يعني أريد أشوف لي واحد من أعداء أهل البيت كان شهما ما تحصل شهامة ماكو يعني تارة عندك أنت عدو بس عدو شهم عدو كريم عدو صاحب غيره مثلا لا إما تلاقي مجموعة من الزنات الفسق الفجر الخبثاء أولاد الشوارع تربية الشوارع منتهى القذارة منتهى القذارة كانت عائشة و حفصة حقيقة منتهى القذارة حفصة كانت هكذا يعني عندها تصرفات كلش تصرفات قبيحة و هذا مع الأسف الشديد مع الأسف الشيء بالشيء يذكر أيها الإخوة أنه هذه الحفلة التي أقامتها على مقربة و في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله أقام مثلها الذي يسمى اليوم حزب الله في لبنان قبل أيام قرأتهم بالأخبار في ليلة شهادة السيدة الرقية كان تقريبا عليها السلام ما الشكل كان؟ كان كريسمس كان وافق هذا الذي يسمى عند النصارى بالكريسمس فشوف الخبر أصلا شوف الصور يعني الحفلة يعني حقيقة فشيء يعني مخزي مخزي واقعا واحد واقعا يتألم أنه جايب لشنوك أصلا كاتب هكذا حزب الله يحيي في أمسية غنائية أو موسيقية ميلاد السيد المسيح عليه السلام حفلة موسيقية بقيادة المايسترو في الشكل الكاتبين قيادة المايسترو علي باقوق يمكن كان اسمه علي باقوق من الفرقة الغنائية المتفرعة أو الفرقة الموسيقية المتفرعة من كشافة الإمام المهدي التابعة لحزب الله لحظة يعني شوف باسم الإمام المهدي أكو فرقة موسيقية وإسلاماه باسم الإمام المهدي ومايسترو ومتى في أيام عزاء أيام الحداد على أهل البيت إلى الآن ما خلعنا السواد ما زلنا في محرم وصفر مصائب أهل البيت تتوالى وين الدين؟ هذا اللي متوهم يقول أكو دين عند هؤلاء الأحزاب بمن فيهم هذا اللي يسمي نفسه حزب الله؟ هذا جاهل غافل هذا نقول له إصحى يا نايم اعرف الحقيقة المرة هي هذه دينهم مصالحهم وإلا بالله عليك أكو في التاريخ الشيعي كله أنه يوم من الأيام جهة شيعية احتفلت بأفراح في أيام محرم وصفر وحفلة موسيقية حتى لو بميلاد واحد من أنبياء الله أو أولياء الله أولاً نحن لا نقر بأنه هذا تاريخ ميلاد المسيح على إسان منه قال هذا التاريخ النصراني المحرف المزور إحنا ميلاد المسيح روية عندنا في غير يوم هذا واحد ثانياً على فرض ميلاد المسيح في هذا اليوم ما نحتفل به احتراماً لنبينا وأهل البيت الذين هم في حزن وحداد محرم وصفر أيها الإخوة في الرواية التي تتحدث عن عيد فرحة الزراء عليه السلام يعني عيد الغدير الثاني التاسع من ربيع الأول في ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول ويوم نزع السواد الشيع المؤمنين ما ينزعون سوادهم إلا يوم تسعة ربيع الأول فقط يعني من أول يوم محرم إلى تسعة ربيع شهرين وتسعة أيام أنت تلبس سواد ما تنزع السواد ليش؟ لأنه بداية محرم مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام ثم مصائب السبايا ثم شهادة زين العابدين عليه السلام شهادة الإمام الحسن عليه السلام شهادة السيدة رقية ومصائب صفر الأربعين إمام الرضا عليه السلام ونهاية صفر شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم 28 صفر ثم بعد 28 صفر بأربع أو خمسة بخمسة أيام يعني يوافق يوم الثالث أو الرابع من ربيع الأول المصيبة العظمى التي هي بتعبير الإمام الصادق عليه السلام أدهى وأمر من مصيبة الحسين يوم عاشراء وهي اقتحام دار الصديق الكبرى فاطمة الزاراء عليه السلام بقيادة الملعون الوغد عمر بن الخطاب وعصابته والهجوم عليها وضربها وقتل المحسن الشهيد أو المحسن الشهيد الصفر الثالث صلواته الله عليه هذا جرى بعد خمسة أيام من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله دام مرض الزهراء على الاختلاف خمسة واربعين يوم سبعين يوم تسعين يوم على الاختلاف فيصير أكفاطمية أولى وثانية وثالثة هذا كان يوم وفاتها يوم شهادتها مو يوم الضرب الذي وقع عليها الضرب الذي وقع عليها بعد شهادة رسول الله مباشرة خمسة أيام كان أمهلوهم خمسة أيام للبيعة ما بايعوا اقتحموا الدار المجرمين هذا اليوم يوم الخمسة يوم الرابع أو الخامس من ربيع الأول الإمام الصادق عليه السلام يقول هو أدهى وأمر من يوم عاشوراء وما جرى على الحسين عليه السلام لأنه أصل يوم العذاب هذا كان أصل يوم العذاب على أهل البيت هذا أول يوم بدأت فيه المصائب على أهل البيت عليهم السلام وشلون واحد ينزع السواد فتستمر بعد ذلك خلصنا خمسة ربيع الأول نستمر في حالة العزاء إلى يوم الثامن من ربيع الأول شهادة الإمام الحسن الزكي العسكري عليه الصلاة والسلام يصير يوم التاسع ننزع السواد اللي يوافق ذكرى هلاك الطاغي عمر بن الخطى مو تتويج الإمام الحجة ليضحكون عليكم ماكو عندنا أصلا ما كو عندنا شيء في الروايات وهكذا تتويج الحجة هذا كل إكاذيب خرابيط Number ما عندنا شي يسمى تتويج الحجة عندنا أصلا تتويج الحجة يعني بدأ إمامته يوم الثامن كان لأنه الإمام العسكري استشهد صداح فجر يوم الثامن خُفْ فوراً تبدأ إمامة الإمام العسكري ما تتأخر بعدها بيوم كانت هناك شيء مرتبة أمر cooling للإمام السابق تبدأ فورا إمامة الإمام اللاحق وما نحتفل إحنا ببداية إمامة أحد من الأئمة لأنه ذلك يقتضي كأنه فرحنا بموت الإمام السابق هذا ما نسوي إحنا شنو إحنا نمثل حكام العرب عيد الجلوس نسوي ما عدنا كذا شيء إحنا خرطياتهم طلعين لنا بدع في الفترة الأخيرة حتى يغطون حتى يغطون على المناسبة الحقيقية التي ذكرتها الروايات وقالت يوم هلاك الطاغ يا عمر نص الرواية يوم هلاك الطاغ يا الرواية هكذا تقول يوم نزع السواد يوم الغدير الثاني فإذا ما يصير ننزع السواد إلا يوم التاسع هذا شنو معناه لما الرسول الأعظم يقول ما تنزع السواد إلا يوم التاسع يعني أنت في هذين الشهرين احترمني احترم أهل بيتي أنت في هذين الشهرين في حداد ولذلك احنا من عرس فيه محرم الصفر من سوي عرس فيه محرم الصفر حتى إذا واحد ولد له ولد مولود في محرم الصفر نقوم نحتفل احتفل ميلاد ابني محرم الصفر ما حد يسويه إلا الذي لا يخشى الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام ما يحترم ولا شنو فرقنا عن المخالفين الآن والمخالفين ليش هننقم عليهم أنهم يحتفلون أو يسوون أعراسهم في ليلة العاشر أو في العشرة الأولى من محرم ليش ننقم عليهم فشوف السفالة والوضاعة حتى هذا يعرف أنه عداءنا لأمثال هذه الأحزاب ليس قضية تيارية يقول إيه هذول شيرازيين وإذول خامنائيين إذن بينهم صراع أزلي ليس القضية هكذا القضية أيها الإخوة الدين أئمة أهل البيت عليهم السلام تنتهك حرماتهم بإسمهم كشافة الإمام المهدي تروح يلبسون لباس الحفلات أبيض ومايسترو أغاني ودك دك هو أساسا هذا حرام هو موسيقى أصلا حرام شرعا أصدع عنك أنه أنت أضفت الحرمة انتهكت أيام شهادات الأئمة عليهم السلام أيام مصائبهم وين هذا حصل في التاريخ الشيعي شوف الأمر يمر مرور الكرام هكذا ولا أحد يتحرك ولا أحد يتحرك بالله عليكم أقول لكم لو أحد أقام مثل هذا الاحتفال في لبنان أيام ما وقعت حرب تموز اللي كان الصهاينا يدكون لبنان على رؤوس أهلها وقتل من قتل من الشهداء والضحايا شنو كان يصير به هذا الإنسان ما كان هذا يعتبر فضيح له أنه أنت ما تستحي أيام المصيبة على المؤمنين على شيعة أهل البيت في الجنوب في جنوب لبنان في الضاحية الجنوبية هؤلاء أنت ما احترمت مشاعرهم وقمت احتفالا حتى لو سوى احتفال بمناسبة مثلا معينة شنو الفرق هذا عندك النصارى في العراق أشرف من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حزب الله وأشرف من نفسه هو هذا حسن نصر الله ليش؟ لأنهم صدروا بيان أنا قرأت بعيني أنه احتراما لمشاعر الشيعة في العراق إحنا نعطي الاحتفالات لكريسماس في العراق ما قاموا احتفالات لأنه توافق محرم ما قاموا وهذا يمكن السنة الثالثة اللي ما يقيمونه لأنه السنوات الماضية هم كان يوافق في هال شوف النبل تحترم يجي يقول لك أنه هاتي لي نصا على حرمة ذلك وخلص هاتي لي نصا أنه يحرم واحد يعقد في محرم الصفر أو أنه يقيم عرس في محرم الصفر عندنا نص شرعي؟ ما عندنا نص ولكن ما إحنا ما نتكلم بهذا المنطق أصلا هذا منطق الوهابية هذا هذا منطق الوهابية أيها الإخوة إحنا عندنا في المناسبات الدينية بعض مواليد الأئمة الأطهار مثلا ميلاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في إحدى المناسبات يوافق أيام الفاطمية من قوم؟ عمرك شفت أنه وإحنا سوينا احتفال ميلاد الإمام العسكري في الفاطمية سوينا؟ من سويه؟ ميلاد الإمام وصل الكاظم بعد أو ميلاد الإمام الكاظم عليه السلام أو مواليد بعض الأئمة عليهم السلام وكذلك الأنبياء تريد تحتفل وبعدين سؤال أنت عجب فقط السيد المسيح يعني عجب النبي عيسى عليه السلام إرضاء للنصارى في لبنان وإلا مول الله وليش محتفلت بميلاد النبي زكريا مثلا عليه السلام مثلا أو أي نبي آخر من الأنبياء قضية دنيوية أحسنتم متحالف مع ميشيل عون وغير ميشيل عون اللي كان بالأمس هو حسن نصرح كان مصرح أنا قرأت هذا التصريح يقول ميشيل عون حالة إسرائيلية كان هو نفسه كان مصرح سابقا قبل التحالف خلافات كان هو هذا بعدين صار شنو أصلا التصويت له صار تكليف شرعي لأنه في الدوائر المشتركة في لبنان لما يصير التحالفات انتخابية فهم الشيعي صوت هم النصراني فصار التصويت له تكليف شرعي لازم تصوت لهذا النصراني فشوفوا المشكلة هي هذه الدين عندهم يتطوع ويتشكل على حسب المصلحة السياسية يعني خلص اليوم تحالف مع هذه الجهة لازم أنت تعطي صك مفتوح لهذه الجهة إذا عاد هذه الجهة لازم تعاديها وإلا يا ويلك تطلع خائن وتطلع كافر وتطلع منافق أما الدين يدوس على الدين وأبو الدين يدوس على شنو يعني مشاعر أهل البيت فيه محرم صفر يعني الإمام الحجة من هذا الإنسان الذي يحترم دينه وعقله وضميره يقول الإمام الحجة عليه السلام كان مبتهج في هذا اليوم اللي سواه ذلك حضر عند المايسترو علي باقوق حضر عنده محتفل يعني الإمام الحجة في حالة عزاء في هذه الأيام ما تستحون ونفس الشيء سبحان الله هاي التلفزيون العراقي هذا الخسيس لهذا المالك الأخس تلفزيون العراقي أيام بريمر كان أشرف بريمر هذا السارق الكافر كان أشرف من هؤلاء لأنه أنا أيام بريمر كنت موجود بالعراق أيام محرم صفر ورأيت بعيني التلفزيون العراقي ما كان أيام ما اسمه هذا الإدارة المدنية المؤقتة اللي كان يرأسها بريمر من بعد السقوط نعم أغنية ما كان يخلون أغنية واحدة أي برنامج همهزلي أو برنامج يدول على الفرح بالعكس أصلا كل برامج كان عن الحسين وما أدري شنو كذا والذكرى الحسينية وإدارة بريمر كان أيام أيام محرم صفر كان تلفزيون محترم صدقني حتى أيام صدام كان أشرف تلفزيون العراقي بعد الحملة الإيمانية طبعا ما كان يخلون هاي الفسق والفجور اللي موجود الآن بالتلفزيون العراقي أغاني ودق ورقص ومسخرة تفاهات حتى ما يحترمون أيام الأئمة عليهم والسلام ليلة شهادة الإمام الصبط الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام اللي وافقت هاي سنة ليلة رأس السنة الميلادية كما يزعمون تلفزيون العراقي أنا أذكر هالشكل اللقطة خليت وإذا كاتبين عيد والعراق ما أدري شنو واحتفالات وطالع بث مباشر ببغداد مع مجموعهم من الساقطات هم كانوا واقفات هناك ويلا احتفالات شعبنا برأس السنة الميلادية ولك ما تستحي أي ما غير عدكم أي أدب سزية شنو أقول عنكم ليلة شهادة الإمام الحسن المجتبى الذي هو أفضل من الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين يقول أخي أفضل ومني ما احترمتم صبطة رسول الله احتفالات وبهجة وألعاب نارية وماشو بث مباشر ببغداد بالتلفزيون العراقي ليلة شهادة الإمام الحسن وين الدين وين هؤلاء الشعب العراقي اللي يقول فداكم أبي وأمي ليش ما رحوا ظهروا أمام التلفزيون العراقي على هذا الجن في حقياء للبيت وحدك حروماتهم ليش ما رحوا يظهروا أمام المانكي ليش ما شالوا أحذيتهم مثل ما سألوا بوش يرقوها على المالك يرقعون يأدبوا أنت مالك حق أنه تنتهيك حرومات أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه الأيام في التلفزيون العراقي ما يتشرف تلفزيون الشعب العراقي بهذا الشكل تلفزيون ما يتشرف رايح قاعد بوسط وسط جماعة من الساقطين احتفالات شعبنا بعيد رأس السنة الميلادية والمؤمنون في عزاء والحجة في عزاء ليلة شهادة صبط رسول الله الله أكبر إشلون إحنا نايمين إشلون نايمين إحنا وين المرجعيات ما ترسل كتب احتجاج للمالكي تقول له استحي يا عديم الغيرة يا عديم الشرف يا عديم الأدب اللي انتهى الشكل تخلي بالتلفزيون ليلة شهادة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام ليش الجهات الدينية ما تتحرك ليش الناس ما تتحرك المشكلة هذه يفهمون كلامنا على أنه سياسة يا عمي والله مو سياسة أنا أصلاً ما أتداخل بالسياسة عندي آراء سياسية بس ما عندي مشروع سياسي أنا قضيتي أهل البيت فقط وإلا بالمالكي وزبع اللاوي ومليون واحد من هؤلاء الساسة اللي ما أشتريهم بفلس واحدهم ولا أكبرهم ولا أصغرهم أنا قضيتي أهل البيت عليهم السلام ما أسمح بأنه التلفزيون العراقي هكذا ينتهك حرومات أهل البيت ما أسمح ما أسمح في العراق اللي بلد أهل البيت وبلد مقدسات أهل البيت يعظم أعداء أهل البيت على الشوارع والمدارس إلى الآن شارع الرشيد شارع المأمون ما أدري منطقة المنصور ببغداد تماثيل أصنام خاليل لأعداء أهل البيت المنصور خاليل لتمثال بالمنصور منطقة المنصور ومسوي له تمثال وهو قاتل الإمام الصادق عليه السلام جامع المستنصرية مستنصر الطاغوت العباسي جامع الفاروق مناهج الدراسية مناهج دراسية في المدارس العراقية والجامعات تعظم أعداء أهل البيت عائشة وغير عائشة وعمر وكذا وتترضى عليهم وتعلمهم كفريات وتعلمهم بدعيات وتدوس على جراح أهل البيت عليهم السلام حتى ذاك المرة أرسلونا بالإيميل أنه محرفين قصة أصلاً من أمير المؤمنين عليه السلام قصة حول أمير المؤمنين هذه قصة أنه أمير المؤمنين كان يروح يعني يتفقد الأيتام والأرامل وكذا حرفوها خلوها خلوها الفاروق عمر رضي الله عنه يدرس لأبنائنا بالعراق بالله عليك أي مهزلة هذه أي مهزلة إحنا شنو تحررنا؟ قل لي أنا شنو استفدنا إحنا من كل هذا الآن اللي صار بالعراق يعني شنو حصلنا إحنا الآن شنو حصلنا؟ هاي اللي يسمونها بين قوسين حكومة شيعية حصلنا من وراها غير النكد شنو حصلنا من وراها؟ إحنا هذه مشكلتنا أيها الإخوة إحنا بعيدين عن أهل البيت عليه السلام إحنا ما نستشعر جراحهم والله لو نستشعر آلامهم وجراحهم ما نسوي هذا اللي إحنا دين نسوي إذا واحد كان أيام التفجيرات اللي وقعت في بغداد أو الفترة الأخيرة هاي التفجيرات اللي تصير حالة نكبة عامة يسوون التلفزيون العراقي الشكل يخلون برامج اللي أفراح وليالي ملاح يخلون ما يخلون لا إذا كانت تفجيرات حالة عامة أعلنوها نكبة وطنية وما أدري شنو مثل تفجيرات الذكر صار بالعراق لا التلفزيون العراقي يصطبغ بالسواد يعني خلص صار يوم عزاء لأنه يوم نكبة وطنية الناس ماتوا أبرياء نزين هذا الصبت ورسول الله الذي هو حقه علينا أعظم من حق آبائنا أمهاتنا إخواننا أخواتنا أبنائنا لا شنو فايدة تقول بأبي أنتم وأم يعني أولا تراعي مشاعرهم قبل ما تراعي مشاعرك أنا أتذكر مجدد الشراز الثاني رضوان الله تعالى عليه لما استشهد قبل انقضاء أربعينيته كانت هناك ذكرى ميلاد لعلها ميلاد الإمام الرضا عليه السلام على ما أتذكر يعني قبل انقضاء الأربعين العادة في الحوزات العلمية إلى الأربعين عزاء أو حداد على المرجع المتوفى هذا معمول به يعني عرف سائد وإكراما واحتراما للمرجع فهذا كان مرجع الأعلى للشيعة في أيام وتوفي أو استشهد وثم قبل الأربعين جاءت مناسبة ميلاد الإمام الرضا عليه السلام ارجعوا إلى ذلك التاريخ أنا أتذكر جيدا سماحة السيد المرجع دام أظله أمر أنه في هذا اليوم يصير نزع السواد من كل الجدران اليوم الثاني أعيد السواد ولادة الإمام يقدم أهل البيت عليه السلام حتى على المراجع وشنو المراجع بالقياس إلى أهل البيت عليه السلام ترى ابن غالي كل مراجع مراجعنا العدول طبعا مو المنحارفين هذا كان موقف شريف تحس بهذا المرجع أنه يقدم دائما مناسبات أهل البيت عليه السلام ومشاعرهم على مشاعره هو الشخصية أو مشاعر أهل بيته أو مشاعر أتباعه مثلا الذين فقدوا هذا المرجع الذي كان بالفعل بمثابة الأب هو السيد كان يقول يقول بل كان هو الأب لما يعبر عن أخوه يقول هذا أخي صحيح بل كان هو الأب هو أبونك هالشكل إحنا نتحامل أيها الأخوة الإنسان المؤمن هكذا يقدم دائما أهل البيت عليه السلام على نفسه وعلى أهله وعلى عشيرته وعلى كل شيء يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم وإن عاكس حالته الشخصية يعني أنت الآن في حالة فرح لكن صارت حالة حزن لأهل البيت عليه السلام أنت تحزن تتناسى فرحك والعكس بالعكس أنت في حالة حزن تتجلد وتفرح لفرح أهل البيت عليه السلام بأبي أنتم وأمي هذا لو نحن طبقناه إمامنا يظهر عليه السلام بس إحنا شنو نقول إحنا بعيدين الواقع هذا لما مثل هذه الأمور تجري هذا حزب الله يروح يحتفل لي باسم الإمام الحجة عليه السلام حفلة موسيقية يسوي وتمر مرور الكرام ولا أحد يعترض ولا أحد على الإطلاق على هذا الاستفزاز لمشاعر الحجة ولمشاعر شيعة أهل البيت عليه السلام ولما التلفزيون العراقي هالشكل يسوي ليلة شهادة الإمام الحسن المشتبى عليه السلام ولما هذا وذاك أيضا إذا أنا بانتخابات أكو بالكويت قبل كم سنة أمسووا انتخابات بالكويت يعني إذا أريد أعدد واقعا الواحد يستحي يستحي أنه يتكلم يسمي هؤلاء الشيعة واقعا يعني أنا إذا أريد أعدد أألف كتاب يمكن يصير ألف صفحة بقد هذا كتاب الفاحش يصير أنه بس بهذا عصرنا هذا كم مرة إحنا دسنا على جراحي أهل البيت كان قبل كم سنة هم بالكويت أكو تزامنة الانتخابات مع أيام المحسنية يعني مع ذكرى الهجوم على دار الصديقة البتول صلوات الله عليها وكانوا ناجحين بعضهم بعض ذول المرشحين للانتخابات وأهازيجوا احتفالاتوا دقوا رقص دقوا رقص والحال أن الزهراء عليه السلام في هذا اليوم نزفت دمًا في هذا اليوم اللي أنت الآن تترقص بي تحتفل لأنه المرشح ما لك شنو فاز بالانتخابات طيح الله حظك وحظر الانتخابات ما لتك اللي تتناسى أنه في هذا اليوم الذي نزفت فيه الزهراء عليه الصلاة والسلام وصاحت وأبتاه ومحمداه ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة هذا كان نداء الزهراء في هذا اليوم يوم مصيبتها أنت ترقص على شنو بالله أمام السماء تحت السماء ترقص على ومحتفل والدقدق على أنه شنو وعمامهم بعد مالت عليكم أنه شنو أنه المرشح فاز مرشح نفاز ويحملوه على الأكتاف وكذا ويلا مالت عليكم السواد وجه قبح الله وجوهكم يلي ما تستحون أنتوا شيعة أنتوا اللي هالشكل تتصرفون صدق إذا أردت أن تعدد هذه المواقف فقط كتاب ألف صفحة يصير بس في هذا تاريخنا المعاصر يعني عشرين سنة الآن بس هالعشرين شوف كم رح ندسنا على مشاعر أهل البيت وجراحه عليهم الصلاة والسلام لأنفسنا لا نهتم بمشاعرنا زين خلي شوف لك واحد بالعراق يقترح أنه أنا أسوي تمثال لصدام شوف شلون يطيرون رأسه أو أسمي شارع باسم صدام شوف شلون يطيرون رأسه أما قاتل الإمام الصادق عليه السلام المنصور الدوانيقي لعنته الله عليه تمثال أكوئلة في وسط بغداد هذه الناس هم تمر عليه وتشرب مي لا هو هدم هذولة جيش المهدي جاءوا في البداية هدموه في قبل كم سنة يجى هذا نور المالك اللي ما يستحي هذا تكفل نعم تكفل بإعادة بناء وافتتحوا باحتفال رسمي افتتحوا إعادة النصب التذكاري وثن صنم صدام هم من أعلام بغداد صدام ما بنه سبع مساجد رئاسية كل واحد أكبر من الآخر صدام ما سوى صدام واقعا إذا بالتاريخ العراقي من أعلام بغداد خو واضح مثل ما الحجاج هم من أعلام العراق المنصور هارون العباسي بس نحن نجي نعظمهم نجي نحترمهم نجي نسوي لهم نصب تذكاري كواح نسوي لها تمثال والصنم بالشوارع أو نسمي المؤسساتنا وشوارعنا مناطقنا بأسماؤهم أو وين الإسلام إذا شي غريب أبو سفيان كان من أعلام مكة خليس أمون شارع ويمكن أكوهم يمكن ما أدري أكو شارع سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه حتما أكو في مكة حتما أكو المأمون زين يعني شوف مهزة لها وشوف مع المصيبة شلون البكري يعاملك البكري يعترض يقول ليش أنت في إيران في كاشان نسوي ظريح لأبي لؤلؤة قاتل عمر فيسوون حملة الحكومة اللي اسمها شيعية تسده وتهدم الظريح الظريح هذا نفسه اللي بالداخل طبعا القبة موجودة بس الظريح نفسه اللي كان تجار أصفهان مسوينا بإجازة المراجع ميرزا جواد التبريزي رحمه الله شيخ وحيد الخراساني موقعين كتاب موجود موقعين على ذلك هذا كل راح كله مذهب كانوا كذا أو فضة وكذا كل راحوا شالوك خلوا قبر مسوا بالأرض هكذا أبو لؤلؤ الذي بشر بالجنة في روايات أهل البيت عليه وسلم لأنه انتقم لفاطمة الزاراء عليه السلام واقتص من الطاغ يا عمر شوف شلون هم يعني مع الأسف هذا هم نظام إيران شكرا نظام حقيقة يعني هم متسافل لأنه على الأقل سياسيا كنت تقول خوة تريدني أنا هالشكل أسوي أزيل هذا القبر مو دايثير مشاعركم أنت ابني للبقيح هم دايثير مشاعر أنا البقيح مهدم عندي أربع أما عندي أنا أنت تراب شاهد قبر ما أقلا هالشكل تكلم وإنت هم تدري نفسك الدولة الأقوى إحنا ش بيننا يا شباب إحنا ش بيننا ش بيننا إحنا شياء إحنا ليش دائما نشعر بأنفسنا جبناء ومهزومين ليش هالشكل إحنا نتعامل ليش إحنا الوحيدين الذين نسحق ليش إحنا فقط الذين يدأس على رؤوسنا إحنا ليش هالشكل إلى متى هالمذلة إحنا الله أكبر ما تعلمنا شيء من أئمتنا عليهم السلام بس لأقلقت لسان هيهات منا الذلة وإحنا غرقانين بالذلة يقول لك لا إحنا ما يصير نتكلم على أبو بكر وعمر لأنه نموت يخلي نموت خلي نقتل أنا أريد أقتل في هذا السبيل والله أفخر أمام فاطمة الزراع عليه السلام قتلت بسبب أني فضحت أبا بكر وعمر وبيّنت جرائمهما للناس فخر هذا لي يوم القيامة ما أريد أعيش ذليل الآخرين يحكموني ما أريد الآخرين يحددوني ماذا تقول وماذا لا تقول ما أقبلها على نفسي قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة المنية ولا الدنية المنية خلي أموت أستشهد أقتل ولا الدنية ولا أدنو يصير غير أعلى مني هو يحدد لي شنو تقول شنو ما تقول ترى أنا أسمح لك تتكلم ضد شمر مثلا وضد يزيد بس ما أسمح لك تتكلم ضد عائشة أسمح لك تتكلم ضد جعدة قاتلة الإمام الحسن بس ما أسمح لك تتكلم ضد عائشة قاتلة رسول الله هذه الدنية المنية ولا الدنية يقول أمير المؤمنين عليه السلام شنو تعلمنا من أمير المؤمنين شنو تعلمنا من الإمام الحسن عليه السلام ما تعلمنا شيئا إحنا أناس مع الأسف مع الأسف أقولها بحرقة قلب جبناء ونغلف جبننا بعناوين شرعية نروح ناخذ كلمة التقية اللي هو مبدأ عظيم التقية التي جاء بها الأئمة عليه السلام مو تقية الذل تقية العزة كما شرحته في محاضرات كثيرة وبينت الروايات التقية مرحلة مؤقتة لالتقاط الأنفاس حتى تعد لعدة مرة أخرى تروح تهاجم هذا التقية تخلص نفسك تكتك تضبط أمورك جمع نفسك تلتقط الأنفاس تروح تهاجم مرة أخرى مو التقية التي تبقيك في ذلط العمرك من قال لك هاي كلام أهل البيت عليه السلام من قال لك هذا مبدأ التقية عندنا تعال تفقه تعال تعلم لا يروح ياخذ هو جبان يغلف جبنة بالتقية يقول لا لا تقومون بهذا العمل لأنه تقية أئمتنا عليهم السلام قالوا التقية ديني ودين آبائي في حين ما يقولها من الحديث الآخر إن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له أما والله لو ظهر مهدينا عليه السلام مضمون الحديث ودعاكم لنصرتنا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم أبداً هذه الرواية غايبة عن الأذان لأنه وشوف أنت لما تعرض هذه الرواية تصبح حالة توازن عند الإنسان هذا الإنسان العام الشيعي المسكين من الصغر يرضعون التقية الديني ودينه آبائي من الصغر سامع على كل منبر التقية أول حديث يحفظه في حياته أما الأحاديث الأخرى التي تبين شنو هي التقية في الواقع ما يقولوها على المناثر ما يقولو لو يقولون تلك الأحاديث أيضاً في المقابل ويبينون أمتنا عليهم السلام في عهود التقية شذو تكلموا ضد أبي بكر وعمر وعائشة صراحة مثل ما عددت أربع تعش مثال على أربع تعش معصوم عليهم السلام في سلسلة تحرير الإنسان الشيعي خلي الناس تسمع خلي تقرأ خلي تتوعع خلي تتثقف كافي جهل كافي جهل خلي تسمع خلي تتشوف هذا اللي إحنا دنقوم به الآن اللي الآن يبدو أمراً شاذاً غريباً هذا شذوناً الشكل يتكلم هذا قام به الأئمة الأطهار عليهم السلام وأصحابهم الأبرار والعلماء الأخيار إلى قبل خمسين ستين سنة قبل بعدين ما أدري أي مرض أصابنا خلاننا نقعد عن أداء هذه الوظيفة أصلاً هذا دورنا إحنا الرافضة هذا دورنا هذا من أول يوم السقيفة صارت الرافضة اللي كانوا ذلك زمان تصدوا لأبي بكر وعمر وهذا راحوا جماعة اثناء الشخص وقفوا أمام أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وجاهروا برفضه وبالعداء له المقداد عمار أبو ذار سلمان هذول خالد ومسعين بن العاص أمثال هؤلاء الرافض الأوال واستمر هذا الدور ودفعنا ثمن ما نقول ما دفعنا مجاز الخرطب وليش كانوا يقتلونا إذن يا جماعة أنتوا فهموا هاي المسألة لو كان الشيعة ألف وأربعمائة سنة ساكتين حقيقة عن أبي بكر وعمر وعائش أخوهم ما كانوا يقتلون لو بالفعل ساكتين لماذا قتلوا لأنهم ما سكتوا ما سكتوا لو كانوا سكتوا ما كانوا يقتلون لا شك الضريبة كانت شديدة شيخ الكوليني ألف كتابه كتاب الكافي كتاب الكافي فيه روايات ضد أبي بكر وعمر بالصراحة مثلا ضد عائشة بالصراحة ما الشكل كتاب الكافي كم إنسان شيعي قتل بسببه طوال ألف وربعمائة سنة طوال ألف ومئتين ألف ومائة سنة تقريبا أو ألف سنة هستقول زين ألف سنة إحنا كنا نقتل لأنه أعداء أهل البيت عليه وسلم وأعداء الشيعة يروحون يفتحون كتاب الكافي في أبواب المثالب وما أشبه يشوفون رواية ضد عائشة أو ضد أبي بكر وعمر فيروحون يأخذون هاي الرواية يعطوها لواحد من كلابهم من مجرميهم يشوفوا الشيعة يقولون في كتبهم وفي مصادرهم فيروحون يقتلون شيخ الكوليني الآن في رقبته دماء الشيعة ليش هذا الكلام الذي يشنع به علينا ممن لا يخافون الله ولا يستحون يقولون ترى هذا الشخص في رقبته دماء الشيعة لأنه هذا يتكلم ضد عائشة يقتلونه إحنا في العراق مع أنه كل كذب طبعا بس على فرض صحيح هم يروح إذن لازم الدين كل العلماء السابقين لأنه كلهم كتبوا في كتبهم وهذا بعض المعروف هذا يعرفه أصغر واحد بالحوزة أنه إحنا قتلنا ألف واربعمائة سنة المبررات كانت ما كانوا يستخرجونهم من مصادرنا ليش شيخ الكوليني ما كتم هاي الروايات ليش شيخ صدوق ما كتم هاي الروايات ما سجلها في كتابه خلاص علام المجلسي ما ذكرها ما خصص ثلاث يعني صار ما مجموعه ثلاث مجلدات من الطبعة الحالية لبحار الأنوال بس كتب المطاعن مجلدات المطاعن والمثالب الشهيد الثاني المحقق الكركي الشيخ أبي الصلاح الحلبي عظماء التشيع ما سكتوا دونوا في كتبهم ونشروا وذكرت أنا في تحرير الإنسان الشيع عنه كيف كانوا لما يجلسون علماء الشيع المفيد مثلا يجلس في مناظرة مع المخالفين في بغداد ويستدل في مناظرته على كفر عمر ويقولها الشكل صراحة في وجوههم كانوا يتأذون ولا شك كانوا بعد ذلك يقتلون الشيعة بسبب هذا الشيء مجازر صارت في الشيعة أيام الدولة العباسية اللي كان يعيش فيها الشيخ المفيد في بغداد لازم إذن أنت اللي تجرمنا الآن على فرض أنا أقول على فرض أنه قتل بعض الشيعة بسببنا مثلا على فرض وهو ليس بصحيح على فرض لازم تجرم كل علمان كل علمان السابقين لازم تجرمهم وإلا تكل بمكيالين لأنه مثل ما أنا سببت قتل الشيعة أذولا كم سببوا قتل الشيعة وأنا إيه أحسنتم منين جبتها أنا نروح نحملهم مسؤولية كل علمانا يصيرون شنو مجرمين كلهم في رقابهم دماء الشيعة صيحوا اصحوا اعلموا الحقيقة علمانا كانوا مدركين أنهم بتدوينهم لهذه الحقائق صراحة في كتبهم سيقتل الشيعة بس الأمر طبيعي لأنه أئمتنا عليهم السلام هكذا علموا نحن نفدي الدين مو الدين يفدينا يعني معنى أنه كل عالم من علمانا كان من زمان الغيبة إلى الآن كان لازم يكتم هذه الحقائق وما يسجل هذه الروايات النتيجة شنو تصير الدين يضيع نصير كلنا بكريين أحسنتم نصير بكريين خلص لأنه ما رح نعرف أئمتنا شنو كان موقفهم ضد أبي بكر وعمر وعائشة وشنو كانت جرائهم ماذا ارتكبوا شنو سووا في الإسلام شنو سووا في رسول الله وأهل البيت عليه وسلم ما نعرف فلذلك قالوا نعم إحنا نضحي بأرواحنا ونضحي بأرواح أبنائنا وأهالينا وأصحابنا وعشائرنا وكلنا نضحي ولا ليش صاري شيعة اللي يريد يرتاح بالدنيا خلي بطل تشيع خلي صير بكري يرتاح باب الدنيا مفتوح للبكريين تروح تعيش مرتاح تتجول في كل البلاد توصل إلى على المناصب تحصل فلوس تحصل كل ما تريد تشيع بلاء قال أمير المؤمنين عليه السلام من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء هذا هو تشيع يعني طريق الحسين طريق ش استشهاد في سبيل الله طريق أهل البيت عليه السلام أكو واحد من أمتنا عليه السلام ما تحت فأن فيه له كلهم قتلوا ما منا إلا مسمون أو مقتون إحنا هم على أثارهم على في دربهم سائرون هذا الشيعي فأنت أيها الشيعي لو قتلت فرضا لأنه شخص عالم شيعي أو خطيب شيعي أو مؤلف شيعي تكلم بالحق في أعداء أهل البيت وأعانى أمتنا بلسانه أنت لازم تفخر بذلك ولا شك يفخرون بذلك وسيشكرني إن افترضنا الآن واحد قتل بسببي في العالم بسبب هذا المنهج صدقوني يوم القيامة رح يجي يشبقني يقول لي أنا بسببك استشهد غفر لي ما تقدم وما تأخر كل راح بلحظة واحدة بس هالرصاصة دخلت ها هنا أنا كل خطاياي راحت وفجأة لقيت نفسي في جنة الخلد مع محمد وآله الطاهري عمي رحم الله والدك اللي انتهى الشكل سويت خليتني أنا أحظى بهذا الشرق العجيب هذه شوف حتى تعرف إش قد إحنا بعيدين عن أهل البيت عليه وسلام أنه نبرر لمن أعلن الثورات السياسية وقتل بسببها من قتل من الشيعة في إيران في العراق مع الشكل قتل من قتل ولا واحد يحمل مثلا محمد باقر الصدر يقول أنه هذا في دماء رقاب الشيعة ليش يعلن الثورة على صدام وإحنا ندفع الثمن ويصير بنا مقابر جماعية نتيجته وقتلنا وذبحنا بسبب موقف كان محمد باقر الصدر هو هيج على الثورة خميني خميني في إيران ما يحملونهم المسؤولين هذا المدرس أو حسن نصر الله هو نفس حسن نصر الله في لبنان هو أسر جنديين موالشكل طبعا أنا مو ضد هذا الشيء يعني لا مع الأسف دي فهموني غلط البعض يفهم أنا منه قال أنا ضد مقاومة العدو والصهيون يا أخي أنا مع المقاومة أحلف لك على القرآن شنا سوي حتى تصدقوا عمي مع المقاومة أنا بس أنا مو مع التلاعب بالدين لا يفهم كلامي خطأا أنا مع مقاومة الظالمين أنا ما أعلان الثورة على الضرط عم بضوابطها الشرعية وعلى أن تكون هذه الثورات شنو بالأصل ثورات عقائدية يعني ننتصر فيها لآل محمد عليه وسلم قبل أن ننتصر لأنفسنا مو قضيتي أنه أنا سقط مجرد حاكم أبدل بحاكم آخر اسمه شيعي ولكن أنا ما تحررت هم هذا الحاكم الجديد هم يحرمني من أنه أتكلم بالحق اشتفت أنا لا عم يخلي الأول موجود على حال ما تستحق الدماء أنها تصرف لمجرد تبديل حاكم بحاكم صراحة أقول له أحسنتم ما تستحق المسألة إيه إذا كان لأهل البيت عليه وسلم يستحق حيث ألا ما يحملونهم مسؤولية الدماء على خطواتهم التي كانت في مجملها ومعظمها كانت حقيقة خطوات طيش يعني طيش سياسي كان يعني ما قارئ الظرف جيدا فما عارف أنه ما عنده فرصة في النجاح والاستعمار ما يخلي ما فاهم القضية فيروح يعلن الثورة ويدفع الشيعة ثمنها ثورة سياسية إذا أحسننا الظن فيها سياسية سدعنك انحرافاتها العقائد هذا ما يحملونهم مسؤولية أما هذه الجهة التي تدعو للثورة من أجل أهل البيت وتقول يا لثارات أهل بيت المصطفى صلوات الله عليه أنا أريد أن أبين من الذي قتل رسول الله حقي يا أخي بل واجبي واجبي الشرعي هس فلان يقتل بسبب ذلك يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هذا مأمور هذا تكليف الشرعي أنا متاح لي حرية أن أتكلم بنطاق معين وأنا أول من يدفع الثمن أنا سيدفع الثمن ودفعته جزءا من الثمن لما سجنت في الكويت إذا أنت صدق ما تكيل بمكيالين جرم أولئك أيضا ممن بالفعل أزهقت نفوس الشيعة وسفكت دماؤهم بسببهم وكانت الثورات مجرد ثورات سياسية خلك بطل وروح على ذولاك مو جاي علينا مع أنه إحنا اللي ثورتنا شرعية مئة بالمئة مو أولئك خل ليش محنان باغر الصدر ما عمل بالتقية ضد صدام ليش ما سكت وقعد ببيته كان لا شك هاي الآلاف المؤلفة التي ذهبت ضحية لنداءاته بالثورة ما كانت ستقتل مسألة واضح ليش صدام يجي يقتل بالشيعة اللي كانوا ويسفرهم وكذا بعد الصدام اللي صار بينه وبين محمد باغر الصدر وما يمثله كقيادة للشيعة في زمنه انتقب من الشيعة بسبب ليش ما عمل بالتقية هو بس تقية علينا إحنا ذولاك لا نازلين من السماء أكو كيل بمكالين أكو ازدواجية معايير أيها الإخوة أكو حالة من البعد عن تفهم روح الشريعة روح الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الحج عليه السلام دوره هذا هو هذا الدور الذي نحن نقوم به اقرأوا في الزيارة هذه زيارات المروية عن أهل البيت عليهم السلام مليئة بالمعاني تعطيك تفتح آفاقك تفتح آفاق ذهنك تخاطب الإمام الحج عليه السلام في زيارته تقول أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت حتى تبطل الجبت والطاغوت هذه وظيفة الإمام الحج عليه السلام إمام الحج عايش لهذا السبب حي لا يموت حتى ماذا؟ يبطل فتنة الجبت والطاغوت جبت والطاغوت أبو بكر وعمر في روايات أهل البيت عليهم السلام هؤلاء جاءوا بأعظم فتنة أصابة الأمة الإسلامية من يوم السقيفة إلى يومنا هذا 1400 سنة احنا ندفع الثمن بسبب هذه الفتنة التي فعلها هذا المجرمان الخائنة الإمام الحج يفرح عليه الصلاة والسلام لما يرى جماعة من شيعته من محبيه ينهضون داعين للثورة من أجله ومن أجل آبائه الطاهرين عليهم السلام على من أسس أساس الظلم والجور عليهم ما يستطيع إنسان واحد أن ينكر أن هذا العمل فيه إفراح لقلب الزهراء عليه الصلاة والسلام وإلا يغالط نفسه صدقني يغالط نفسه يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لا شك الزهراء عليه السلام تفرح لما المؤمنين يسوون احتفالات بمناسبة هلاك قاتلها عمر يوم التاسع من ربيع لا شك رسول الله صلى الله عليه وآله يفرح لما يرى جماعة من المؤمنين من المسلمين يعملون احتفالات في ذكرى هلاك قاتلته عائشة التي سماها برأس الكفر وقال ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت هذا اللي فرح قلوب أئمتنا عليهم السلام دماء تسيل خلي تسيل المنية ولا الدنية شنو يعني دماء دماء في سبيل أهل البيت عليهم السلام رخيصة ليست بشيء واحد لا يقول الموت يأتيك أولا أولا وأخيرا لا يكون تقول أنه أنا أريد أن أحافظ على دمي كأنك يعني تجعل دمك أغلى من أهل البيت عليهم السلام والدعوة إلى أهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت جاء جماعة إلى الإمام الرضا عليه السلام قالوا له لما ترك التقية في زمان هارون قبل ما يأتي المأمون أيضا تعلمون بعد هارون العباسي لعنه الله شلون كان مجازر سوى في الشيعة قالوا له يا ابن رسول الله إنك لا تتكلم هذا الكلام والسيف يقطر دم أنت تقول هذا الكلام الآن بالمدينة نحن بالعلاق نقتل نذبح الإمام عليه السلام ما تراجع قال إن لله واديا من ذهب حماه بأضعف خلقه وهو النمل فلو رامته البخاتي لم يصلنا إليه خلص إذا الله عز وجل يريد أن يحميكم يحميكم لا تخافوا ليش تخاف؟ وعلى فرض أنه مثل ما حما ذلك الوادي الذهب حماه بالنمل نمل كان يأتي للبخاتي للجمال ويأذيها الجمال تموت تهلك ما يقدرون يوصلون إلى ذلك الوادي البعيد فما كان قادر السلطة العباسية أنه تستولي على ذلك الوادي مليان ذهب كان بالنمل الله يحمي أحيانا بأضعف خلقه يحميك صفني تك مع أهل البيت عليهم سوف شلون يحميك يا جماعة أنا كنت في بين تحت رحمتهم يعني في وسطهم في سجونهم أنا كنت في سجونهم ورأيت نصر الله واقعا رأيت نصر الله عزيزا أخرجني بأعجوبة من السجر ومن الكويت وهيأ لي أسباب وهيأ لي طرق اللي أكمل طريقي وأكمل رسالتي إلى هذه اللحظة وتعلمون أنتو أنه كم جهة تريد رأسي من العدو والصديق اللي يسمي نفسه يعني شيعا تعلمون أنتو التفاصيل الله يحمي الله يحمي عز وجل الله موجود إمامنا موجود عليه الصلاة والسلام إحنا خلي ننطلق لن خاف لن خاف على فرض هم واحد يعني يستشهد في هذا الطريق مرحبا بالشهادة في سبيل الله وإلا شنو نتعلمنا من الثورة الحسينية المجيدة كل سنة نحن ثورة الحسين ونقول أنه إحنا لازم نقتدي بالحسين عليه السلام إخوة إذن شنو استفدنا إذا إحنا خايفين من الشهادة مرحبا بلقاء الله قال الحسين عليه السلام من كان موطئا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا اللي يريد يتبعنا يمشي ويانا موطنا على لقاء الله نفسه لي خاف حسنت سماحت الشيخ ضيب الله الله بارك بكم استمتعنا في حديثك موعد ننخلص الله عزكم بارك الله بكم بس لازم الحين ننهي البرنامج سماحت الشيخ نشكرا على تواجدك ما بقي لي إلا أن استغفر الله لي ولكم وأستودع الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر